موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من برنامج زمال كاوي النهاردة هيكون معايا في الجزء الاول ان شاء الله كابتن طارق يحيا اكيد هنتكلم على مطش مصر النهاردة والفوز على المنتخب السوداني وايضا في الجزء التاني هيكون معايا النهاردة الاساز عمر الدردير واطلالة جديدة من خلال ناقدنا الرياضي الكبير بداية عايز اقول مبروك لمصر الفوز على المنتخب السوداني بهدف للاشئ ومبروك التأهل لدور الستاشر كمركز تاني من هذه المجموعة لو احنا بنتكلم بمنطقة صراحة وبدون حساسية مصر طبيعي ومنطقي انها تفوز على المنتخب السوداني اللي بيفتقد كثير من كرة القدم يعني تكلم على المستوى التكتيجي القدرات الفنية التمركز كل حاجة لكن كانوا بيلعبوا بنوع من الروح امام المنتخب المصري اللي استحوث بنسبة 72% بلا يعني خطورة حقيقية وبلا شخصية داخل الملعب صراحة مستر كارلوس كيروش علامات استفهام على تشكيله على تغييراته على الاصرار على بعض اللعيبة احنا من هنا جماعة ومن خلال قناة نادي الزمالك مرة واثنين وثلاثة احنا هنا دورنا ان احنا نحلل الاداء اللي احنا بنشوفه من كل لعب احنا مش ضد اي لعب احنا كلنا بنتمنى ان كل لعيبة مصر تتقلق بنتمنى ان كل لعيبة مصر تقدي مستوى يرضينا جميعا كمشاهدين وكمصريين محبين لكرة القدم ومحبين لبلدهم لكن علامات استفهام اول حاجة عايزة اتكلم عنها وهي بداية التشكيل النهاردة احنا بنلعب المنتخب السوداني واحد من اقل فرق البطولة مصر بتلعب السودان طبيعي ومنطقي ان التفوق واضح جدا من قبل ما تبتدي المباراة للمنتخب المصري وفارق كبير جدا 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 لعبنا فريق اكفر خبرة واكفر نجومية في بطولة العرب واحنا يعني ما بنلعبش بالمحترفين واستطاع الفريق انه يكسب خمسة واحد حقاقا للحق الظروف مختلف الملعب مختلف الاجواء مختلف التصوير مختلف التنظيم مختلف كسبنا خمسة واحد بنتيجة كبيرة ده فريق جديد مع مدرب وطني جديد بيحاول ان هو يعني يعمل ماتشات كويسة عشان يبتدي يبني فريق جديد بعد الهدايم الكبيرة اللي حصل عليها منتخب السودان في بطولة العرب وخرج بلا اي هدف وكمان في البطولة دي لم يحرز اي هدف الا من خلال ضرب الجزاء ما نيجي نقول على كاروس كيروش عبدالله السعيد عبدالله السعيد واحد من احرف وامهر واجمل اللعيبة اللي جم في مصر وعد نادي المئة في التهديف واحد من اللعيبة اللي جابه وصله المية وتسعة ولا مية وعشر هدف مش عارف وصل كم فكرون يا جماعة يعني واحد من اللعيبة الهدفين في تاريخ القرى المصرية لعيب اعطى للاسماعيلي الكثير وكثير ثم انتقل للنادي الاهلي يمكن قعد على الدكة شوية الى حين اعتزال بعض اللعيبة المهمة في النادي الاهلي ثم اصبح لعبا محوريا ولعبا مهما جدا 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 مع النادي الاهلي وكان واحد من اهم اسباب فوز الاهلي بكم كبير من البطولات وكان اهم صانع العب في مصر وفي وقت من الاوقات النادي نزمالك سعى لضم عبدالله السعيد باربعين مليون جنيه كان مبلغ هلامي لا يصدقه عقل في ذاك الوقت ونادي الاهلي يعني اضايق جدا من هذه الدربة 113 هدف تمام 113 هدف يعني رقم رائع لعبدالله السعيد كتهديف يعني وبعد كده عبدالله السعيد حتى بعد ما فشل انتقاله النادي زمالك من 3 سنوات فاتت كان من المفترض ان بداية الموسم ده كان نادي زمالك بيسعى لضمه وانا قلت في ذاك الوقت ان هو هيكون الاهم بالنسباله انه يروح للزمالك مش الزمالك الاهم ان هو يضمه لان هو كبير في السن وان هو برضو عندنا السنة دي كأس الامم الافريقية وعندنا كأس عالم وعايز نادي جماهيري يقف في ظهره بعد رحيله عن النادي الاهلي ما يقدمه عبدالله السعيد بمنتهى الصدق والحب والاحترام لابد عبدالله السعيد بعد هذه البطولة ان يعتزل اللعب الدولي يعتزل اللعب الدولي ويكتفي باللعب مع نادي بيرامز وده لان وصل لمرحلة من السن عالية جدا ومرحلة من المستوى البدني قليل جدا عبدالله السعيد كان من افضل لعيبة التكتيكية ولعيب محوري ومهم جدا وبيربط بين خط الدفاع وخط الهجوم لكن من الواضح انه اصبح بطيء جدا ويمكن كمان الظروف المناخية والرطوبة اللي موجودة بتخليه ابطأ بكتير كمان السن له احكام ومستوى البدني قل جدا وبالتالي لازم يركز مع فرقة واحدة لان مستوى بعيد تماما 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 عبدالله السعيد اللي احنا عارفينه وده اللي هيقول لنا مجرد تفكير كواحد كنت لعب كرة يعني بفكر معاكم يعني ليه عبدالله السعيد يبتدي مطشين وراء بعض وهو لا يقدم المستوى المطلوب وعندنا لعيبة زي مثلا زيزو ما يبتديش ليه لعيب مثلا زي مجدي افشا وهو واحد من نجوم النادي الاهلي ما يكونش متواجد ويقدم الافضل لانه اصغر سنا من عبدالله السعيد مثلا ليه ما يكونش واحد زي ابراهيم عبدالله مثلا لعيب ناشئ صغير السن ابراهيم عادل سوري ابراهيم عادل سوري اللعب الصغير السن من الممكن جدا ان يبقاله دور محوري في بطولة زي دي واكتسب خبرات فهنا السؤال لكارلوس كيروش ايه اللي كارلوس كيروش شايفه في بعض اللعيبة اللي بيصر على وجودها في الملعب انا راجل عندي لعيبة في منتخب مصر كلهم قريبين في المستوى ايه اللي بيخلي اللي بيخلي مستر كارلوس كيروش يقول لا انا هدي عبدالله السعيد النهاردة فعبدالله السعيد مايقدمش المستوى المطلوب في مطش غينيا فيتم تغييره اللي يخلي كارلوس كيروش يروح مصمم تاني على عبدالله رغم انه بينزل زيزو بيقدم مستوى جاية حتى على المستوى البدني على الآل وعلى مستوى صغر السن فالمرضود البدني والفني لزيزو هيكون اعلى اكيد من عبدالله السعيد أو حتى المرضود الفني والبدني لإمام عشور مسار هيكون أعلى فإيه اللي يخليني ألعب عبدالله السعيد إيه الإصرار على ده دي واحد نمرة اتنين إيه اللي يخليني أصر على إعطاء الفرصة لعمر مرموش في أكتر من مباراة متتالية دون يعني إنتاج فعلي رغم صغر سنه وأنا عندي لعيب صغير السن أيضا وكان لسه متقلق في الدورة الأولمبية رمضان صبحي ليه ما بديلوش الفرصة ليه ديته بس في نيجيريا حبة صغيرين وكأني بعقبه وبعد ما لعبته عشر دقايق أقعد على الدكة ومنتاش داخل تاني الملعب ليه ورمضان من اللعيبة اللي لعبت في أفريقيا كتير رمضان من اللعيبة اللي لعبه صغار السن واحترف في الدوري الإنجليزي وعنده خبرات فلو أنت شايف أن رمضان ما نزل الجزء البسيط ده في ماتش نيجيريا إنه وحش ما هاتريزيجيه نزل وكان وحش هل إحنا ممكن نصدق بقى الكلام اللي بيقال أن محمد صلاح مثلا بيحب عبدالله فعايز يلعبه مثلا فبيكلم كارلوس كروش أو بتريزيجيه جايين مع بعض في الطيارة الخاصة رغم أنه هو مش فت بدنيا فبيلعب تريزيجيه وهو تريزيجيه برضو كان أقل من رمضان صبحي مثلا في ماتش نيجيريا إن ما نزل إيه؟ ما هنح عايزين نعرف المبررات أو العين اللي بتشوف واللي بتفكر واللي بتحط التشكيل على أي أساس ما تفهمش برضو يعني النهاردة مثلا ما نيجي نتكلم عندك مصطفى محمد بيحاول بيعافر لكن في نفس الوقت وقفة معاه ما بيجيبش جوان مش راضي تخش عندك محمد الشريف ممكن تديله فرصة النهاردة ديت لمروان حمدي فرصة وهنا السؤال بقى اللي بترحه على كل محللين مصر وكل الناس اللي كانت بتتكلم في بطولة العرب مروان حمدي ما عندوش فكرة مروان حمدي مايلبس فانيلة منتخب مصر مروان حمدي لا يصلح لمنتخب مصر مروان حمدي كيروش ما بيفهمش حاجة وضمه طيب مروان حمدي من وجهة نظري الكروية ما قدمه كمردود فني وبدني وتهديفي حتى في مباريات بطولة العرب افضل بكتير من اللي قدمه لغاية دلوقتي مصطفى محمد واللي قدمه محمد شريف في كل الفرص اللي خدها واللي مروان حمدي في مطشي الاردن جاب جون التعادل مروان حمدي صنع هدف لحسين فصل عدت ما بين رجليه مروان حمدي استحوز وشات كورة ورجعت لمصطفى فاتحي وحطها الحارس المرمى صدها في مطشي قطر يعني مرضوده الفني افضل من اللي بيتم تقديمه ثم عايز اتكلم بصراحة بقى بمنتهى الصراحة احنا بنلاقي نوع من الحساسية في ان احنا نتكلم على نجمنا الكبير وفخر العرب محمد صلاح محمد صلاح العيب كبير جدا افضل لعيبة العالم لكن هو مش ضد ان احنا نحلل اداءه او نقيمه فنيا محمد صلاح اللي مع منتخب مصر واحد تاني خالص غير محمد صلاح اللي في ليفر بول محمد صلاح امام المنتخب السوداني امام البكات المنتخب السوداني طبعا الامكانيات محدودة جدا عنده اكتر من كورة الكنترول بتاعه كان فيه نوع من التصرع قدرات فنية وعالية جدا ممكن يواحد واثنين وثلاثة ويرقص طبعا كان فيه تدخلات عنيفة على محمد صلاح النهاردة لكن برضو محمد صلاح فيه تلات مباريات لم نرى محمد صلاح الا في كورة واحدة فقط من وجهة نظري هدف الفوز طبعا هدف مهم وعلى اساسه هو خد ما نوفزمتش والنهاردة من وجهة نظري كورة عمر مرموش اللي اداها الاسيست اللي عمله لعمر السلية وعمر السلية حطه فوق العرض لكن برضو محمد صلاح مش هو محمد صلاح ومش هو يعني اللي يعني نجمنا الكبير اللي يفرم مع منتخب مصر حتى الان محمد صلاح لعب عادي جدا مع منتخب مصر فيه التلات مباريات مباراة مقدرش قيمها فنيا لان انت بتلاعب فريق رقم 125 على العالم فريق رقم 125 على العالم وهو بفرقته الاساسية لا ده كمان ماشوا يعني مثلا المتخب السودان لو عنده 20 لعب ماشوا منهم 13 وجابوا 13 جداد اول مرة في حياتهم يلعبوا وبالتالي يعني حتى فريق مش مصنف تماما تماما والطبيعي والمنطقي ان انت تكسب 2-3 طيب في النهاية صعدنا وده طبيعي ومنطقي واقل من المنطقي كمان يعني عايز اقولكم ان كل المجميع كل مجميع البطولة مفيش فرقة خدت 9 نقط غير نيجيريا وده يدول ان احنا مجموعتنا يعني سهلة يعني نيجيريا ما لقيتش اي صعوبات في الفوز بالتلات مباريات بكل سهولة يعني مع مصر مصر كانت غيبة تماما وكسبت 1-0 وكان ممكن تكسبنا 2-3 لولا تقلق محمد الشناوي في بعض الكور في هذا اللقاء وستر ربنا يعني تمام وما قدمناش اي مرضود هجومي واضح يعني بعد كده ثم نروح لو مطش غنيا لولا ستر ربنا والفار اللي انقذنا لما كانش فيه فار زي قبل كده في البطولات اللي قبل كده كان زمانا متعدين واحد واحد على العموم مش دي قصة انت النهاردة عايز اقولك انت النهاردة كنت ممكن تتعادل مع المنتخب السوداني وتسعد برضو يعني شوفوا شوفوا ضعف ضعف المجموعة بتاعتنا ليه يعني انت النهاردة عندك نيجيريا تسع نقط المركز التاني مصر ست نقط والتالت والرابع نقطة ما تتعادلوا مع بعض ودي المجموعة الوحيدة في البطولة كلها اللي فرقتين عندهم نقطة يعني التالت والرابع عنده نقطة ودي المجموعة تقريبا الوحيدة اللي مش هيحصل فيها اي تنافس على المركز التالت من افضل اربع توالد يعني مثلا فيه جزر القمر عندها تلاتة مثلا فممكن مستنية القضر يلعب لعبته تمام وبالتالي اللي عنده تلاتة عنده امل بسيط لكن كل الفرق اللي هتصعد كمركز تالت افضل توالد عندها اربع نقط كل الفرق بما فيهم بكرة ماتش بكرة طيب احنا كنا بنقول عايزين نطلع مركز اول عشان نبعد عن الجزائر ونلعب سحل العاك دي كان قبل البطولة يعني بلاش نلعب الجزائر ونلعب سحل العاك تمام ومش في دماغنا غينية الاستوائية ولا سيراليون دول فرقتين يعني على ما تفرج في الكرة يعني وكده كده ايه نكسبهم بكل السهولة جت المباراة غينية الاستوائية كذبة الجزائر والسيراليون اتعدلت مع الجزائر في اول مباراة وتعدلت مع المنتخب الكودي فوري اتنين اتنين وبقره هيلعبوا بعض وفرقة منهم ممكن تبقى اول مجموعة فاحنا دلوقتي احنا عديد بنفكر فبنقول ايه يا رب يا سلام لو غينية الاستوائية تكسب والتنين يتعدله مثلا او حتى لو جزائر كذبة يبقى احنا غينية الاستوائية بمركز اول واحنا اللعب غينية الاستوائية على اساس اللي غينية الاستوائية ايه فرقة يعني ضعيفة ففرقة بكل السهولة هنكسبها طب غينية الاستوائية بقى قد المنتخب السوداني وقد المنتخب الغيني البساوي قده 3-4 مرات فرقة كذبة الجزائر إما يكون عندك فريق بيكسب الجزائر يبقى دي فرقة محترمة ده بيكسب بطل أفريقيا مفيش فرقة عشوائية هتكسب كده بالصدفة مش معقولة يعني سيرليون اتعدلت مع المنتخب الجزائري واتعدلت اتنين اتنين مع منتخب كودي فوار معنا كده المنتخب السيرليون وقبل كده السيرليون دي كانت مغلوبة من نيجيريا اللي كذبتك 4-0 في نيجيريا واتعدلت معهم 4-4 يبقى دي فرقة عندها كرة او عندها كرة يبقى حتى لو لعبت غينيا الاستوائية ماتش جامد جدا في دور الستاشر وممكن تكسبك ومعادي جدا ماتش سيرليون ماتش جامد جدا وفرقة رخمة جدا والفرقتين دول عندهم شخصية في الملعب وعندهم تاكتك بيلعبوا بيه ومدربين فاهمين والجزائر فرقة جامدة جدا لو كذبت الجزائر كود ديفوار هتعود وفرقة سيرليون فالاربع فرق اللي هيلعبوك بغض النظر مين اول فيهم فرق جامدة جدا وماتشط تقيلة جدا غير كل اللي انت لعبته اللي فده كله اللي فده كله كوم والماتش دور الستاشر ده كوم فعشان كده احنا متخوفين تمام طيب نيجي نتفرج على يعني انا كخارد الغندور وانا بقولها لكم والله العظيم ما بهذر انا لو بلعب قدام المنتخب السوداني النهارده اللي عبتني مثلا بكلفت بعيد عن الاحتكاكات وكده هباسي وعدي وهباسي وعادي يعني ماتش سهل ماتش مش صعب ماتش مفيش مفيش في اختبارات صعبة الدفاع النهارده النهارده محمد الشناوي من كتر ما برد يعني الراجل ما جاتلوش ولا كورة الكورة اتشاطت عليه عادية جدا طلع بره رح وقع دخالها جوه وقعت من ايده اللعب يحطها رهجاية في راسه وطلعت بره كانت هديه جون وكان هيبقى فيلم بقى وعالشناوي مش في حتة تانية والشناوي في حتة تانية بقى وهنقعد بقى نتكلم في والزمالكوي الاهليوية وهي القصة مش زمالك واهلي محمد شناوي حارس كبير وحارس مصر فاحنا كلنا في ظهره لكن انا بقول لكم من كتر مفيش ولا اختبار على محمد شناوي فيش ولا كورة النهارده على محمد شناوي حتى الكورة الاختر كورة للمنتخب السوداني الكورة كات طالع بره اساسا ومحمد شناوي وقع عليها عشان مش عايزها تطلع كورنر عشان كانت خبطت في لعب من منتخب مصر فالكورنر طالع في اوه عايز يلحق عشان بطلعش كورنر كانت هتخش جوه وهتيجون فينا تمام وبالتالي يا جماعة ايه فين شخصية من منتخب مصر فين اداء اللعيبة نص ملعب غايب تماما انني السلية معبدالله السعيد مش عادي يعني عادي نص ملعب عادي يعني نص ملعب ليه لان نص ملعب ده محور الفرقة واهم خطوط الفرقة وهو اللي بيعطي سيطرة لأي فريق وهو اللي بيبين شخصية المنتخب وفيه اصرار على بعض اللعيبة وهي تغييرات حمدي فاتح ينزل اخر عشر دقايق معرفش زيزو ينزل اول تغيير ولا تاني تغيير مروان حمدي محمد شريف ادته ربع ساعة والماشي القابلي ادته دقيقتين فانزل مروان حمدي بقى المراضي يعني مفيش استراتيجية لمنتخب مصر الواحد يعني جسبنا لكن في النهاية الواحد حزين على اداء المنتخب وعلى قيمة منتخب مصر منتخب مصر منتخب مصر قيمة كبيرة جدا في الكرة السمراء منتخب مصر قيمة كبيرة جدا في الكرة الافريقية ما عرفش وبعد كده هيخش بقى الماتشات تلاقيها كل 3 يام وروا تيكي 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 يعني ده اخر اسبوع فعندنا بكرة هنعرف مين هيلعب مين وماتش ضرب نار واعتقد من اهم المباريات اللي ممكن نشاهدها بكرة ماتش في الساعة 6 فلو ماتش كوديفوار كوديفوار او او جزائر ماتش يعني قوي جدا جزائر اكون او لا اكون وكوديفوار للتأكيد على المركز الاول لان برضو لو طلعت مركز تاني نيجيريا منتظرة بقى نيجيريا كمان منتظرة تلعب مين هل هتلعب كوديفوار ولا هتلعب الجزائر ولا هتلعب غينيا الاستوائية ولا ولا برضو نيجيريا منتظرة النهاردة اعتقد نيجيريا متفرجش على الماتش بس اعتقد ان احنا مكسبنا غينيا بيساوي كنا بنلعب الفريق الاساسي اعتقد نيجيريا النهاردة اعتقد غيرت لها بتاعها مثلا بتاع 4-5-6-7 لعيبة في التشكيل الاساسي بتاعها اعتقد وكسبة 2-0 تمام وعندنا يوم السبت تصفيات كاس العالم منتظرين هنلاعب مين هنلاعب مين في تصفيات كاس العالم وده اهم مرحلة لنا كمصريين احنا نفسنا نروح قطر نفسنا نروح كاس العالم نفسنا مرة في حياتنا واحنا عايشين كده نشوف مصر بتوصل سنتين او مرتين وربعض لكاس العالم 2018 وعشرين اتنين وعشرين والكاس العالم ده مختلف تماما عن اي كاس عالم لانه في دولة عربية وفي اكبر جالية مصرية ممكن تلاقيها في كاس العالم هتلاقوها في قطر فلو روحنا قطر الوضع يختلف تماما عن ما كنا في روسيا لو روحنا قطر الوضع مختلف الاجواء مختلفة الروح اللي موجودة مختلفة العرب هناك اكتر المصريين الجالية مصرية موجودة الوضع يختلف وممكن تقدم مستوى افضل بكتير لكن هنشوف الفترة اللي جاية الدنيا هتودينا لفين هو ده كل اللي انا شايفه صراحة في مباراة النهاردة ان احنا كسبنا فقط صعدنا كمركز تاني فيش كلام كتير نقوله المباراة الاولى زي المباراة التانية زي المباراة التالتة فيش تطوير في الاداء وعايز اقول لكم حاجة لازم يا بتيجي تحل الاداء يا ما تيجي تقول مصر بتلاعب ضد نيجيريا فالقوة نيجيريا عاملة ازاي ومصر عاملة ازاي مصر ضد غينيا فما تيجي تقولي والله مستوى مصر تطور امام غينيا لا اقول لك مستوى مصر تطور عشان بتلاعب غينيا فما تيجي تقول مصر امام السودان فما اقول لك مستوى معرفش احنا استحوزنا جامد جدا وضيعنا 3-4 فرص معشان انت بتلاعب السودان فاحنا دلوقتي تبتخلق فرص امام الفرق الكبيرة ولا الفرق اللي هيستقدم مستوى وتطلع بقل خسارة ده حزن المصريين على الاداء لكن في النهاية صعدنا لدور 16 وده عادي وطبيعي ومنطقي واي حاجة تانية يعني ده ولا انجاز ولا فيه اي حاجة طبيعي ان انت تسعد يعني كمركز اول في المجموعة دي انت طلعت كمركز تاني وكسبت بالعافية مطشين كان مفترض ان هما مطشين سهلين والمنافس الاقوى بالنسبة لك ما قدمتش مبرى كبيرة قدامه والتشكيل هو هو واداء اللعيبة هو هو والنمط واحد والاستراتيجية واحدة لكن في النهاية كسبنا وصعدنا نسكت نسكت ننتظر نتمنى نأمل يوم الاربع اللي جاي يكون فيه شكل مختلف الدوافع تبتدي تطلع اللعيبة تبتدي تنتفض اللعيبة تبتدي تتركز اكتر تموت نفسها اكتر يكون اخدوا راحة اسبوع فيكون حتى الاستشفى والعضلات ارتاحت والوضع اختلف وهنا بقى اخدوا بالكو يوم الاربع اللي جاي يا كارلوس يا كيروش مفهوش زار لان اللي فات ده كان تتعادل ماشي تتغلب ماشي تكسب ماشي لكن الماشي اللي جاي نوكاوت بره يا باشا ولا تكمل البطولة يعني مباريات كؤوس مباريات كؤوس وكل فريق له طموح وكل فريق له اراضة وكل ما فريق بيوصل لمرحلة اعلى دوافع اللعيبة بتعلى اتمنى ندوافع لعيبتنا بتعلى في الماشيات اللي جاية ونشوف لعيبة على اعلى مستوى بتقدم مستوى مختلف على اللي احنا شفناه في بداية الدوري المجموعات في كأس الامم الافريقية نطلع لفاصل ونتجي حلقاتنا من برنامج زمال كاوي ورجعنا لكم مرة اخرى طيب قبل ما نستقبل ضيفي لكابتن طارق يحيا بعد شوية عنوان لمباراة النهاردة بين مصر والسودان احمد حجازي منوف زاماتش اما قدي مدافع مانوف زاماتش يبقى المدافع ده مثلا طلع مثلا كورتين من جوة جون وجاب جون مثلا وتاكلينج يعني عمل حاجات غير طبيعية كلاعب سردباك مدافع فمسلا اقول مثلا عمل حيب جاب جون بس يمكن عشان خد انذار مرضوش يدهاله لكن من ضمن عنوين المباراة ان اللي بيتفرج مش لاقي حد يديله منوف زاماتش يعني حتى الاتحاد الافريقيا اعتقد كان بيدور على واحد يديله منوف زاماتش فمش لاقيين فقالك تم ما ندي حجازي يعني ما تيجي تفكر كده حجازي خد منوف زاماتش ليه يعني يعني مثلا وليه مثلا منهم ما يخدهاش وليه مثلا يعني اي حد يعني مباراة بلا اي ضغوط مباراة انا من وجهة نظري احمد حجازي انا معرفش ليه هو خد منوف زاماتش طبعا هو احمد حجازي العيب كبير وكل حاجة سانا بتكلم عن المباراة نفسها يعني ما الذي جعل احمد حجازي افضل من كل اللعيبة اللي موجودة في الملعب يعني هل احنا كان علينا مثلا ضغط غير طبيعي من مهاجم السودان مثلا فكان حجازي واقف بالمرصاد لكل كرة مثلا هل اخرج كرة من المرمى مثلا هل عمل زيادة عددية مثلا ومشاد كرة على المرمى مثلا وحط كرة بدماغه في العرض انا متكلم جد والله هذا ليس تقليل فحمة حجازي لكن ده عنوان للمباراة ان هما مش لقيين حد يدولوا امانوا في زاماتش فقال لك ندي احمد حجازي بس ده ده اللي انا قادر اقتنع به ان احمد ياخد من اه اوف ده ماتش يعني لو لو اده مثلا عابن المنعم هو اللي جاب الجون زي برضو محمد صلاح الماتش اللي فات كان برضو عادي جدا بس جاب جون مهم وجون سلاس نقاط فمادي محمد صلاح هو نجم كبير وفخر العرب وثالث احصل لها في العالم وثالث احصل لها في العالم وجاب جون حلو جدا فمادي له الهدف وهو هدف السلاس نقاط مقنع لكن الماتش ده ما تحسش ان فيه واحد بارز اوي يعني مثلا الماتش الاولي ماتش نجيري قلنا مثلا ايه والله مثلا اما زيزو نزل عمل الفارق ولازم يبتدي والله محمد الشناو طلع كرتين من المرمى انفراضين وشوطة وبتاع وكرة هتيجي جون وحطها في العرضة ورجعت له فاكرين يعني الماتش التاني صلاح جاب جون حلو وبتاعه ما نفزمتش الماتش التالت ما تيجي تبص الماتش التالت ما فيش حاجة واضحة كنت تدي عبد المنعم هو اللي جاب الجون والسلاس نقاط يعني والعيب لسه صغير السن يعني طيب ده كان عنوان يعني المباراة اه ما جي نروح لتشكيل يا جماعة المنتخب السوداني المنتخب السوداني فوش ولا لعب محترف خالص عندهم لعيب واحد بس بلعف في المجر يعني وكده لكن عندهمش ولا لعيب محترف اه لعيبة كلها اسامي عادية اه لعيبة اول مرة تلعب دولي اه لعيبة ما فيش ولا لعيب معروف يعني ما فيش ولا لعيب فيهم معروف يعني تحس ان انت عارفوا او سمعت اسمه قبل كده اه خالص خالص كلهم الا محمد عبد الرحمن مسلا اللي هو المهاجم بتاعهم ده الوحيد يعني معروف شوي اه نروح لتغييرات مصر في المباراة في ديئة سبعة وخمسين غير عبدالله سعيد ونزل زيزو يعني بعد اتناشر دقيقة مش شوط التاني وبعد كده في ديئة ستة وستين اه بعد واحد وعشرين ديئة خرج مرموش ونزل تريزي جي وكالعادة تريزي جي مش فورما خالص في ديئة اربعة وتمانين نزل عمر السلية مكان اه يعني خرج عمر السلية ونزل حمدي فتحي وفي ديئة خمسة وتمانين في نفس ديئة على طول بعدها بثواني يعني مصطفى محمد خرج ونزل مراوان حمدي دي كانت تغييرات اربع تغييرات ليه اه وتغييرات محفوظة يعني هتلاقوا نفس التغييرات دي اتعملت في كل المطشاط اللي فاتت الا ان مصطفى محمد ما بيطلع بينزل مكانه مثلا محمد الشريف او لعيب تاني كل التغييرات محفوظة عمر مرموش يطلع تريزي جي ينزل عمر السلية يطلع حمدي فتحي ينزل عبدالله السعيد يطلع زيزي ينزل كلها تغييرات يعني عادية مفهاش افتكاسات يعني خالص ومعظم اللعيبة اللي طلعت ونزلت ما تحسش برضو بفارق المستوى الكبير ما بين اللعيبة اللي خرجت او طلعت الا يعني شوية ان احمد السيد زيزي بدنيا يعني واقف على رجليه من اكتر العيبة اللي بتتحرك لان فيه العيبة للأسف ما بتتحركش بدون كرة وفيه العيبة بتستلم وهي وقفة وبتباصي وهي وقفة التحركات عندهم قليلة جدا 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 كده مطشات كلها خلصت بوركينا فاسو تعدت مع اثيوبيا الرسل اخضر مع الكاميرون واحد واحد ملاوي مع السنغال صفر صفر زمبابوي مع غينيا اتنين واحد لزمبابوي جابون اتنين اتنين مع المغرب غانا بتخسر من جزر القمر ثلاثة اتنين ومصر تفوز على السودان وغينيا بتخسر من نيجيريا اتنين صفر بكرة مطشات بكرة الساعة ستة ساحل العاج هتلعب الجزائر مباراة الواحد نفسه يشوفها اكيد وسيرليون هتلعب غينيا الاستوائية وساعة تسعة مطشين مالي وموليتانيا واعتقد المطش التاني وتونس والمطش اللي كل المصريين هتفرجوا عليه هو ساحل العاج والجزائر وعلى فكرة مطش يعني لازم تتفرج عليه لانه مطش دراماتيكي ومهم جدا وفيه تغيرات كبيرة جدا لغاية دلوقتي الكاميرون في المركز الاول بوركينة فاسو في المركز التاني الرأس داخدر في المركز التالت واثيوبيا خرجت سنغال خمس نقاط غينيا اربع نقاط ملاوي اربع نقاط ملاوي هتصعد كمركز تالت المغرب سبع نقاط جابون خمس نقاط جزء القمر تلت نقاط ومنتظرة نيجيريا صعدت تسع نقاط مصر صعدت ست نقاط وخرجت السودان وغينيا المجموعة دي مفاش تالت انه روح لساحل عاج وغينيا وسيراليون والجزائر لو الجزائر اتعدلت هتخرج برضو من سباق المركز التالت لو كسبت هتخش وتسعد مركز تاني مركز تالت هتخش وتسعد لو جنبيا عندها اربعة وماليا اربعة وتونس تلاتة وموريتانيا بلا نقاط لو تونس خسرت برضو هتخش فيه معمعة المركز التالت وعندها تلات نقط وهتخش في تنافس مع جزر القمر والسلعة دخلت في تنافس مع جزر القمر تسعد يسعد المنتخب التونسي لو فيه فرقتين عندهم تلاتة لان منتخب التونسي عنده اهداف اكتر بفوزه على المنتخب الموريتاني بنتيجة اربعة صفر نروح لنادي الزمالك اللي بعد مباراة مبارح عمل تدريب النهاردة وشارك في التدريبات شيكابالا وحازم امام وايمن حفني التلاتة كانوا غيبين عن مباراة فاركو والتلاتة ممكن يكونوا متواجدين في المباراة القادمة واللي هتقام يوم السبت الدولي وماذال طارق حامد وعمر السعيد طبعا بيتمرنوا ومحمود عبدالعزيز اللي اصيب في المباراة الاولى امام امبي التلاتة بيتمرنوا تدريبات تأهيلية علاجية من اجل العودة مرة اخرى للتدريبات الجماعية بيتمرنوا تدريبات علاجية وتأهيلية في صالة الجيمنازيوم ويعاني طارق حامد من اصابة بكدمة في الرجبة بينما تعرض محمود عبدالعزيز الاصابة بشد في العضلة الضمة وعمر السعيد عنده شد في العضلة الامامية وهم غايبين بقالهم فترة الجهاز الفني الفريق الاول خصص برضو تدريبات خاصة لمحمد عبدالغني وليوسف اوباما ومحمد عبدالشافي داخل صالة الجيمنازيوم وفضل الجهاز اكتفاء ثلاثي بأداء التدريبات داخل الجيمنازيوم وعدم خوض فقرة التدريبات التأهيلية بالملعب خوفا متعرضهم لالاجهاد اما محمد عواد بيشارك في التدريبات الجماعية بشكل كامل طبعا محمد عواد بيقدم مستوى اكثر من رائع في حراسة المرمى نادي الزمالك يعني اتمنى ان المباراة القادمة ياخدها بمحمل الجد نوعا ما ونادي الزمالك يعني كمان مصطفى فتحي الواضح ان الصفقة بازت وكلام كتير بيطلع على يوسف اوباما الكلام ده مش حقيقي واعتقد ان نادي الزمالك ومجلس دارته هيقعد مع العيبة الايام اللي جاية ف يعني ما تسمعوش كتير قوي اللي بيتقال في الاعلام كتير قوي دلوقتي عشاء بن شري افسخ عقده سيف الجزيري عايز فلوسه عشاء طريق حامد عايز مبلغ معرفش ايه الكلام هيقتر الايام دي وده طبيعي ومنطقي لان العيبة عقودها انتهت او عقودها من حقهم ان هما يمضوا في اي وقت دلوقتي اللي عن عقودهم هتنتهي بنهاية الموسم في الكلام هيقتر وممكن هيكون معظمه كلام لا الا من اعلام عايز يوقع نادي الزمالك لا الا من وكلاء مصلحتهم ان هما يتكلموا عشان مصلحة لعبتهم يعني مصلحة لعبتهم ان هما عايزين حقوقهم فاكيد اللعيبة حتى لا في نادي الزمالك عايز حقوقها يعني لو فيه فلوس متأخرة فهم عايزينها فالوكيل هو اللي بيتكلم بناء يعني على المتأخرات لكل لاعب والوكالاء برضو اللي بيتكلموا عشان الدنيا تسخن شوية واللعيبة تبتدي تجدد ويكون فيه مقدمات تعاقد وفلوس لان فيه لعيبة بقالة فترة كبيرة ما خدتش فلوسها وهكذا هي كرة القدم اصبحت احتراف واصبحت اموال اكثر من العاطفة اكيد يعني اكثر من العاطفة وحتى لو فيه بعض اللعيبة عندها عندها جزء من العاطفة لكن برضو المصلحة المالية من وجهة ناظري في الايام اللي احنا فيها دي بتكون اهم بكتير من العاطفة والعاطفة بتكون مسيطرة اكتر على الجمهور اللي بيحب نادي الزمالك او بيحب اي نادي شعبي يعني دي كانت كل حاجة عندنا في المقدمة عايز اقول حاجة مهمة كمان عايز اعزي صديقي العزيز والعيبة المتميز كابتن محمد صبري في وفاة والدته وعايز اعزي ايضا كابتن عمد نحاس نجم النادي الاهلي والاسماعيلي في وفاة والده وعايز لكم ايضا احنا كان عندنا يمكن مش مشهور او مش معروف للناس امام واكد امام واكد ده من اللعيبة المتميزة جدا صديقنا منذ الصغر واحد من احرف اللعيبة اه لم يكن له نصيب انه يلعب في نادي الزمالك وكان زميل اه حازم امام واحمد دكتور احمد عبدالله واللعيبة ومحمد فضل واللعيبة اللي لعبت اه في اه انديت زمالك واهلي وكان هو يمكن موهبة افضل كمان من البعض يعني اه كان بيعشق نادي الزمالك جدا يمكن جنة مباراة مثلا البلدية خمسة اتنين واحنا صغار السن وما كان هو نفس سني بالزبط يا جماعة يعني نفس سني يمكن اصغر مني بالشهور اه بيلعب رياضة اه لعيب كورة اه اه بيلعب كل يوم راح الشغل رجع نام ما صحيش ربنا يرحمه امام واكد وبعزي اهلي اهله اصرته اخواته اه ربنا يرحمه يا رب اه كمان عايز اه يعني اول حاجة مهمة جدا كابتن اشرف قاسم واحد من رموز وايقونات نادي الزمالك كابتن اشرف قاسم البرنس اشرف قاسم اشرف قاسم اه كان ساكن في مصر الجديدة وانا كنت ساكن في مديت ناصر كان لسه في بداياتي اه مع التدريب مع الفريق الاول وانا ما زلت عندي 18 سنة كنت اه بركب من مديت ناصر اروح وراء نادي هليوبلس عشان كابتن اشرف ساكن هناك عشان اركب معاه اه ونروح مع بعض نادي الزمالك ثم اعود معاه مرة اخرى واروح المشوار كان طويل علي وما زلت صغير السن والفلوس كتيرة وقدر شافع تاكسيات رايح جاي كل هذا المبلغ وبالتالي كابتن اشرف قاسم دايما كان مساند ليا منذ الصغر كابتن اشرف قاسم واحد من امهر وافضل لعيبة اللعبه في المكان ده في تاريخ مصر يكفي ان انا اقول لكم ان اشرف قاسم وهو ما زال طالب في كلية الشرطة وعنده 19 سنة او 18 سنة وشوية بيلعب كأس الامم الافريقية 86 في مصر اصغر لاعب في منتخب مصر واصغر لاعب ده دخل شاط ضربة جزاء واحرز منها هدف وحصل على كأس الامم الافريقية كابتن اشرف قاسم واحد كان من الجيل اللي ذهب لكأس العالم وشرفنا في 1990 خد بطولات كتيرة جدا مع نادي الزمالك من اللعيبة اللي كانت بتبني الهجمة وبتزيد من ورا وكان من اللعيبة المدفعين اللي بيجيبوا اجوان بالراس وبرجل اليمين وبالرجل الشمال وببطن الرجل وبوش الرجل وفاولات وكل ما تتخيله من لاعب كامل كابتن اشرف قاسم احترف في الهلال السعودي وكابتن اشرف قاسم ايضا احترف في الدوري اللبناني كابتن اشرف قاسم لعب سنوات وسنوات في نادي الزمالك يمكن اعاقته نوعا ما الاصابة وهي اللي بعاتته شوية عن نادي الزمالك لكن اشرف قاسم تاريخ كبير جدا 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 طيب كمان عايز اقول ان كابتن اشرف قاسم بيمر دلوقتي بظروف صعبة بسبب ان عنده مشكلة في رجله وبقالها فترة جدا كان الغضروف وده عمله مشكلة كبيرة جدا في رجله في مفاصل رجله وكابتن اشرف قاسم هيعمل عملية قريبا من هنا من خلال قناة نادي الزمالك الف مليون سلامة كابتن اشرف قاسم كان لسه قريب جدا هو المشف العام على كرة القدم في نادي الزمالك قبل ان يرحل اتمنى له يا رب الشفاء العاجل واتمنى له نجاح العملية واتمنى من كل زمالكاوي بيسمعني انه يدعي للكابتن الكبير كابتن اشرف قاسم ربنا يحفظه ويقومه بالسلامة ان شاء الله اسطورة من اسطير كرة القدم المصرية والزمالكوية معانا الدكتور محمد عبد الرازق رئيس او مدير استاد الاسكندرية دكتور محمد ازاي حضرتك الو دكتور محمد طيب من الواضح ان الصوت راح طبعا دكتور محمد عبد الرازق انتوا عارفين ان استاد القاهرة انتوا شفتوه امام فارقه استاد الاسكندرية شفتوه امام فارقه مبارح ويمكن شفتوه قبل كده فالناس مستغربة ارضية الملعب اتكلمت عن الموضوع ده مبارح بعد مباراة الزمالكو فارقه من حق طبعا الاستاذ والدكتور او الكابتن محمد عبد الرازق مدير استاد اسكندرية انه يوضح الحقيقة للجمهور استاد محمد ازاي حضرتك حالو يا جماعة حالو طيب من الواضح من الواضح ان في مشكلة في التواصل احاول ان اتواصل مع الاستاذ محمد عبد الرازق رئيس استاد الاسكندرية في وجود الكابتن الكبير ايدر الكرة المصرية كابتن طارق يحيى بعد الفاصل موسيقى لقب ببرنس الكرة المصرية ليس لوسامة وجهه فحسب بل لادائه السلس والممتع داخل المستطيل الاخضر والقدرة على استخلاص الكرة من بين اقدام المنافسين بهدوء وثقة نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق اشرف اسم وشغل اشرف اسم الوسط الرياضي بشكل عام في الايام الاخيرة بعد تعرضه لوعكة صحية على مستوى عظام الركبة وكان اسم على موعد مع المشاركة الاولى بقميص الفريق الاول بناد الزمالك في مباراة الترسانة في يونيو من عام 1984 حيث اشركه المدير الفني محمود بورجيلا معولا على ابن الثامنة عشر عاما وقتها ثقة كبيرة واستمر البرنس يصول ويقول في قيادة خط دفاع الزمالك حتى اعتزاله موسم 1996-1997 مقدما سنوات من العطاء والوفاء داخل مدرسة الفني والهندسة في الوقت الذي خاض خلاله تجربة احتراف مميزة في صفوف الهلال السعودي موسم 1993-1994 حقق خلالها جائزة افضل مدافع وثاني افضل لاعب في الدور السعودي وساهم اشرف اسم في تتويج الزمالك باحد عشر لقبا متنوعا ما بين محليا وقاريا وتمكن من هز شباك منافسي قلعة زامورة في 28 مناسبة لتميزه في تسديد ركلات الجزاء بالاضافة الى قدراته الفائقة في الالعاب الهوائية وعلى المستوى الدولي فحدث ولا حرق عن برينس الكرة المصرية بقميص منتخب احفاد الفراعنة حيث كان واحدا من افراد كتيبة الجنرال محمود الجوهري في مونديال 90 كما شارك في اربع نسخ لكاس امم افريقيا وكان صاحب ركلة الترجيح الاخيرة التي منحت الزعامة القارية للمنتخب المصري في نسخة 1986 خلال المباراة النهائية امام الكاميرون ومع تحويل قبلته لمجال التدريب بعد اعتزاله تولى اسم اكثر من مهمة فنية مميزة مع الاولمبي والشمس وطنطا والمنصورة وتلفونات بني سويف والداخلية وغزل المحلة كما قدم دوره على اكمل وجه خلال توليه منصب المشرف العام على الكرة بناد الزمالك خلال العام الماضي اشرف اسم برنس الكرة المصرية صاحب الاداء الانيق والاخلاق الرفيعة صاحب الباع الطويل والتاريخ المبهر مع ناد الزمالك ومنتخب مصر مليون سلامة جماهير الكرة المصرية بشتى ميولها تدعو لك بسرعة الشفاء اي 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 شف خطر بالعمل تضع كل أجراء تأهل منتخب مصر الاول لكرة القدم الى دور الثمن النهائي من منافسات كاس امم افريقيا 2021 المقام بالكاميرون بعد اكتياز عقبة السودان واحتلال المركز الثاني في المجموعة وينتظر احفاد الفراعنة متصدر المجموعة الخامسة لمعرفة منافسه في دور الستة عشر بكاس امم افريقيا وهي المجموعة التي يتنافس على صدارتها كل من كوجيفوار وغينيا الاستوائية وسيراليون بعدما ابتعد منتخب الجزائر عن المنافسة على الصدارة بتعادل وخسارة في اول جولتين ويأمل منتخب احفاد الفراعنة في الذهاب بعيدا بالعرس القاري بتطلعات واحلام عريضة عقب اكتياز الدور الاول والاستفاق بعد خسارة اللقاء الاول امام المنتخب النيجيري المنتخب المصري اثلق صدور عشاقه وانصاره وادخل الفرحة على الشعب المصري بكافة انتماءاته وميوله وطوائفه وفئاته بتأهل مستحق لثمن نهاء الكان ليتواصل الدعم والمؤازرة لاحفاد الفراعنة من اجل العودة بالكأس الثامنة ومواصلة اعتلاء الرقم القياسي في مرات التتويج بالاميرة السمراء ورجعنا لكم مرة اخرى ورحب بالكابتن الكبير ايدر الكرة المصريية كابتن طريح كابتن طريح ازايك؟ اهلا بيك خلودة اخبارك ايه؟ حمد لله حبيبي تماما فرقت على الماتش؟ طبعا طيب يعني كسبنا السودان تأهلنا لدور الستاشر ومتظرين بكرة هلعب مين؟ خباك انت متوقع ممكن تلعب الاربع فرق لان الاربع ممكن اول وثاني وثالث بالزبط تقعفش مين اول من تاني من تالت لغد الوقت بالزبط لكن هنا السؤال بقى تقييمك لاداء المتخب المصري في الثلاث مباريات اللي من خلالها وصلنا للدور الستاشر طيب بنقول طبعا الف مبروك لمنتخب مصر في الشكة طبعا الصعود كان اهم اولويات الشارع المصري الرياضي كاروي يعني بنقول ان احنا كنا عايزين نسعد لدور الستاشر ربع دي كده نبدأ نرتب اوضاع او نرتب الاوراق احسن من كده انا شايف ان الاداء في التلات مقشاط يعني مش مرضي ابدا اداء الحقيقة اول اقل من متوسط مش متوسط باستثناء اول ربع ساعة شد الاول النهاردة يمكن كنا بنوصل للجون وكان في مهام هجومية لبعض اللعيبة زي عبدالله سعيد زي النني ودي كانت مفاجأة بالنسبانا ومثبت ايضا السولية في نص الملعب ولكن انت بتلاعب يا خالد يعني فرقة صغيرة السن يعني فرقة السودان الولاد كلهم صغيرين في السن لان فيه تمرض حصل بعض اللعيبة لنجوم الكبار زي ما انت عارف ويستحاد السوداني الحقيقة خد قرار باستبعاد كله واستقدام مجموعة كبيرة جدا من العيب منهم حرص المرمى الاحتياطر للعب النهاردة اللي هو اتصاب وطلع بالتأكيد ده اثر على الكرة السودانية ولكن على اللونجران او المستقبل ممكن تلاقي فيه منتخب قوي بعد 3-4 سنين بالكتير تلاقي منتخب قوي لمنتخب السودان بما ان الولاد صغيرين وبما ان الخبرات قوللة جدا بما ان فيه فوارق كبيرة جدا ما بين المنتخب المصري ومنتخب السوداني اللي احنا ما شفناش هذه الفوارق في الملعب بأمانة بص خالد دايما انا وانا بمرن بقول لعيب ايه لو انا بلعب بلعب فرقة مسلا اقل مني لازم اشوف الكلام ده في الملعب لازم تشوف الفوارق ما بينك وبين المنافس في الملعب مش كلامه خلاص ان انا احسن 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 وانزل الملعب يبقى انت اكول بينك وبينه بالعكس ده هو في الاخر كم ممكن يتعادي صحيح يعني النهاردة احنا حطير ايدنا على قلبنا طب وبعدين فلازم الراجل يلاقي حل اه تدخلات وخالد حافظ مش فاهم ما معنى في حاجات كده يعني استنبا يعني ازيزو مكان سين فلان مكان انت حافظ قلت انا قلتها في البداية لا والله العظيم والله مسمعت مسمعتنيش قلت له 3 مطشط اا عمر مشوش يطلع مكزب اا عمرش ايه تريزيجيب مصاب حمد معرفش ازيزو يعني هي كده الا بس النهاردة بدل محمد شريف مروان حمدي اا لا وبعدين التغييرات اللي هي يعني واحد مكان واحد قد ديها 88 ولا 87 روح منزل مسلا اا اا نهاردة 85 85 مروان حمدي طب انت هتعمل ليه في الاربع اخمس ده دول ما علينا بني انا هتوقف بس عن التغييرين الاوليين يا خادر التغيير الاول خروج عبدالله السعيد عبدالله السعيد كان من افضل اللعيبة في نص الملعب في الوقت اللي خرج فيه وكان مقادي بشكل مش وحش كابتن حرام عليك وكان بيشتغل لا والله عزيزي كان بيشتغل كواس جدا كابتن ودخل الثمانتاشر والراجل مطلع منه سيبك من بطيء انا بتكلم على حلقة وصل كان بيقاديها بشكل جيد في التوقيت اللي كان عبدالله السعيد شغال فيه بشكل مش وحش اتغير طب التغيير ده مكان مين زيزو ازاي يعني ازاي لازم يبقى فيه تغيير لو انت هتغير زيزو يبقى لازم زيزو يلعب في نص الملعب ناحية اللي مين مش ناحية الشمال ناحية اللي مين فاني مكان مرموش مثلا لكن انت غيرت قلبت القصة غيرت عبدالله السعيد ونزلت احمد ساد زيزو الفرقة كلها غالد بالحقيقة انا ما بستمتعش ما فيش شخصية ما فيش اللي هو ايه يعني انا ما حسيتش بالفارق ما بيني وما بين المنتخب السودان بالعكس انا حسيت بالفارق بيني ومنتخب نجري لصالح نجري تخيل صحيح صحيح يعني انا وانا بتفرج على المنتخب فارق واضحة جدا طب احنا ليه ليه احنا بنعمل في نفسنا كده احنا ليه دايما بنبقى بنبص للناس دي ان هم احسن مننا او ان هم عندهم محترفين كتير يا جماعة مش قصك كده احنا لعبنا خلد 86 لو تفتكر بطول 86 ما كانش عندنا ولا لعب محترف الكاميرون كلهم كانوا محترفين كوديفوار كلهم محترفين المغرب كلهم محترفين الكاميرون كلهم محترفين وكستهم وكستهم باداء بس اثناء مطش الاولين السنغال ده كانت ضربة البداية وحمة البداية وبتاعه احنا ما كناش يعني برضو ايه مع الجماهير كان فيه نوع من انواع الضغوط شوي لكن هو الراجل دائما وابدا الحقيقة بيعمل تشكلات صعبة جدا تغييراته صعبة جدا اقول لك حاجة بس شوش عرفتها ولا لا لان انا عطلت تغربتها اه مين ما نفزمتش النار ده المدافع بتاعك عرفت اه طبعا ما انا ما انا ما انا ما انا عمال بقى اتكلم ليه فقلتش بقى احمد حجازي احمد حجازي تصدى لكوراك كتير ليه ما اخدتش محمد صلاح احسن العيد ليه ما اخدتش مثلا مصطفى محمد احسن العيد الناحة الهجومية المفتوض ان انت النهاردة بتلعب ناحة الهجومية المفتوض يبقى عندك منصر ماتش ايه المهاجم اه اي حد او نص ملعب مهاجم اي حد او نص ملعب مهاجم ايه بس يا احمد حجازي احنا جاتل عنينا قوة الخطيرة اساسا لا مش عالكرا هو قطع كور كتير اه قطع كور كتير انا معرفش انا معرفش يعني انا معرفش نقولك ده دليل على انك انت و لي واحد قويس اه اOM انته يعني يعني انا نقولك ده دليل على انك انت ممكن يكون ديم Sodom مسلا عم منع ما هو الجاب الجوم وا uh يعني مثلا مانابقولك اه اه ده دليل على انك انت كل اللعيبة مكانوش في مستوى او بمعنية صح مافيش حد هو مش لاقي حد بارز لاء حد بارز بالضبط مفيش حد بارز قوي وعمل واو قوي علشان يختاروا منوفز الماتش بالعكس حارس مرمى السودان اللي هو الاولاني اللي هو محمد مصطفى محمد مصطفى لو كمل بالمستوى ده كان ممكن ياخد منوفز الماتش رغم الفرق خسران عصام الشوالي في الكورة كده فعلت تقوله قول كده عصام محمد مصطفى متقلق كان مين الاشراط عليه الهدرس مصطفى محمد اه فانا قلت مصطفى محمد ومحمد مصطفى الاتنين مع بعض بس ده الاب وده الاب لا المستوى الحقيق خالد بصراحة انا مش يعني يعني مش شايفين اي مستوى يعني يعني بقى مانا شديدة لازم الراجل يعيد حساباته في حاجة كتير قوي 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 عايز اقولك حاجة دليل عدده كابتن ان مثلا نيجيريا كان تكسبتك واحد وكان ممكن تكسبك اتنين تلاتة صح ولا؟ صح اما جات لعبة السودان تلاتة صفر معكاة السودان جابت جون ضرب جزائي ما جات النهارده رياحت بتاع خمس ست العيب اساسيين لعبة بالصف التاني كسبت غينيا اتنين صفر اوه ده الفريق كبير يعني بكل سهولة يعني ايو ده الفريق كبير النهارده نيجيريا جايبة تلاتة واثنين وواحد جايبة ست جون ودخل فيها مرمها ضرب الجزائي ضرب الجزائي مصر النهارده جايبة جونين ودخل فيها هدف احنا احنا عندنا مشكلة هل القماشة هي كده خادم هو برضو حاجة انا بستغرب هل القماشة هل اللعبة منتخب مصر دي ما تقدرش يزيزي عن كده المستوى ما يدولش يبقى احسن من كده لان احنا من ايام حسام البادر واحنا بنعاني كانت تلهي اختيارات القماشة واللعيبة مش زي طبعا الجيل اللي فات طبعا مش جيل اللي فات بس انت تقدر كمدير فني تحط مجموعة مع بعض وتشتغل معها زي كوبر معاك كوبر عمل كده معاك ما كناش احنا الافضل على فكرة في عشرين سبعتاشر طبعا يعني كل المبارات اللي احنا لعبناها كان الفرق اللي بتلعبنا افضل مننا من ضمنها مثلا مطش المغرب سيطرت على المبارات تماما الى ان كهربا احرز هدف الفوز من كورنر وعت مش عارف من الحق ورجعت حطها جن كهربا وسعدنا فكان له فكرة وضربت الجزاء في الكنغو كنت متعادل وبوركي نفسه عسام الحضر يتقلق بعد ما عبدالله السعيد ضيع اول ضرب الجزاء عسام الحضر يانقذنا ضربتين وراء بعض وصعدنا للمبرارة النهائية يعني ليه والنهاردة كرة الاخيرة اللي هي في اخر دقيقتين دي اللي جات في وش الشناوي ما دي جون يا خلي يعني من يقدر الله لو الولد ده عنده خبرات لعيب لهو لعيب خبراته كبيرة خبراته عالية اللي هو اللاعب السودان كان من الممكن ديبقى هدف تخد بالك كرة بتاعت الشناوي دي اساسا كانت طلعة كورنر يعني هي خبطت شط شاطط جات في لعيب من مصر فهو عايز يرحعش ام طلعش كورنر لانه كانت برق جون اما انا فاهم كانت برق جون بنص متر مسا وعد من ايده جات للرجل اه ده هو عايز دخالها تاني وعد من ايده بس فهي قصة انت يعني مع منتخبات اقل منك كتير باستثناء منتخب ناجيريا هناك كان فيه فارق لصالح ناجيريا وما عملتش انت الفارق وما حققتش الفارق ده بينك وبين الفرق اللي اقل منك في المطشين سواء غينيا او السودان مع تقدير واحترام اليوم لاثنين لكن انا زي ما بقولك هو مش لسه ما ما كونش فكرة هل ما كونش فكرة عن لعيبة هل هو مش قادر يوصل لتوليفه معينة هل هو مش قادر يوصل لامكانات اللعيبة خالد الحاجات غريبة جدا بتحصل في الملعب الحقيقة بتقلل من عدم عدم ثبات التشكيل فيه او عدم توظيف اللعيبة بشكل كويس جيد هو اللي بيخلق المشاكل اللي عندك دي طب هسأل السؤال تعالى كده نتكلم على مجموعة اللعيبة اللي بتلعب في نص الملعب وبتلعب على الاطراف تمام اه طيب نتكلم على عمر السلية نكتبهم كده مع بعض عمر السلية حمدي فتحي محمد النني اه اه تريزيجي مرموش عمر مرموش رمضان صبحي احمد السيد زيزو تمام اه محمد صلاح اه مين تاني يا جماعة بس مهند لاشين مهند في نص الملعب مهند لاشين امام عشور امام عشور تمام دي المجموعة تقريبا اللي بتلعب نص ملعب على الاطراف نص ملعب على الاطراف صح كده اي طيب معانا سيادة السفير اه متحة المليجي طبعا سيادة السفير ازاي حضرتك ازاي حضرتك ازاي حضرتك اخبارك ايه والله زي الفل الحمد لله يعني او انا لسه واصل المطار حالا ام في الوتوبيسات ورايا ان شاء الله الجمهور راجع الحمد لله الناس سعيدة والنتيجة ام مرضية لطموحاتنا في المرحلة الحالية لكن بتصور ان احنا يعني حنحتاج اكتر من كده في المباراة الجاية ان شاء الله اكيد اكيد طميني عليك انا كنت شايفك ان حضرتك كنت زي مغم عليك او حاجة في الملعب كان جالي هبوط المرة اللي فاتت كان لانت عارف في حضايات جروة التنظيم فيها اصعب بكتير لانها مدينة صغيرة لكن يمكن في الكاميرون ما عنديش لاسف في يويندي ما عنديش نفس الطاقة فمعليش انما الحمد لله انا بقيت زي الكل طب الحمد لله هو جروة عايزة سأل سؤال هل مستوى اللعيبة اللي موجودة في البطولة دي اللعيبة العالمية وكده هل فعلا المناخ او الطاقس صعب جدا يعني هل الجري في الجو ده صعب قوي هو اكثر حرارة هو اكثر حرارة لكن اقل رطوبة يويندي فيها رطوبة سنة زيادة لكن فيش شك ان دور الستة عشر اللي حنلعبه في دولة هيبقى اكثر رطوبة لان دولة على المحيط مباشرة على المحيط الاتلانت بالتالي الجو هيبقى رطوبة عالية ويعني هيبقى جو دي هالي اصعب من الاجواء لان احنا هنا على فكرة نعتبر في موسم الصيف وهو موسم الجفاف بنفس الوقت عشان كده تم اختيار الموعد لان ما فيوش امطار لان قطع حاجة ممكن تبوز بطولة زي دي هو هطول الامطار والحمد لله اختارنا في وقت ما فيوش اي امطار خالص دي ما حركش اي طب معلش انا كنت سامع ان هي مصر المفروض هتلعب في دولة صح كده طيب انا كنت سامع ان ساحل عجو الجزائر كانوا رفضين اللعب على هذا الملعب نظرا انه سيء للغاية وقيل ان اللجنة المنظمة وعدت ان تكون مباراة بكرة بين ساحل عجو الجزائر دي اخر مباراة على الملعب ده وبعد كده مش هيلعبوا ما تشاط عليه على دورة 16 في ايه الحقيقة بقى الحقيقة سمعنا فعلا هذا الكلام لكن ما فيش في ايدينا حاجة نقدر نقول عليها ان الكلام ده هو اللي حيتنفذ اه لكن من الواضح ان فيه اعترضات على الملعب وحتى انا سمعت من بعض المصريين من اعضاء البعسة ان فيه تفكير او فيه رغبة فيه ان ان ما نخرجش اه يويندي وعلى اي حال احنا المفروض ان احنا هتبقى يويندي مرحلة اه يعني اذا حصل ان هم وفقوا على هذا الكلام اه لكن ودولة بتباد عن يويندي اديه حوالي 300 كيلو او اقل من 300 بشوية يعني اعرب من اعرب من جروة يعني الاتحاد الافريقي نعم يا فنم اعرب من جروة بكتير بكتير يعني زي اكتر شوية من اسكندرية بالنسبة للقاهريين هل الطيارة من مصر هل الطيارة من مصر الجروة هي نفس المسافة من مصر يويندي لا من مصر لدولة زي مصر يويندي من جروة اقل بشعة عشان كده الطيارة كانت بتستارك اربع ساعات ونص من القاهرة الى جروة وبتستارك حوالي خمس ساعات وربع او خمس ساعات وتلت من القاهرة الى يويندي او دولة يعني يعني المشجعين اللي حضرتك راح توضحهم دول جنف خمس ساعات ونص حضروا المطش وهيرجعوا خمس ساعات ونص تقريباً آه تقريباً آه بش راجعين فرحانين الحمد لله آه آه طيب ساد السفير المتحة المليجي باشكرك وأتمنى لك دائماً التوفيق وإن شاء الله القدم أفضل لمصر إن شاء الله بإذن الله تحياتي لكم للسادة المشاهدين وألف مبروك لمصر كلها شكراً ساد السفير المتحة المليجي سفير مصر في الكاميرون كابتن طارق يعني هو الراجل حقيقي عامل مجهود كبير جداً حتى في المدخلات كلها أو الرسائل بتيجي من هناك وإنت يمكن إحنا شوفناه هوم مدد على الأرض في الملعب أحد الملعب آه في الظبط آه كان أغم عليه فطبع مقوله الحمد لله على السلامة هو راجل واضح إن هو رياضي ونشيط تعرف ده كان سفير مصر في ست سبع دول قبل كده آه واضح إن هو بيسيبش الجماهير زي ما بيسيبش البعثات سواء المنتخب مصر أو حتى البعثة الطبية أو البعثة الإداريين عارف ملين أستاذ سفير؟ نا من مهندسين لا والله لمبك أول الله يعني دايماً دايماً أخذ خلي بالك إحنا لما بننزل لما كنا بنسافر كل أول حاجة تعرف على السفرة كلهم لا أول حاجة بنسع عليها السفير بالزبط والسفارة ولازم نتعشع عند السفير وبتعمل حاجة ولا فهم فيه فيه ناس كد بت يعني ما كانش بت ما كانش بتيجي مسافة كد تبقى بعيدة آه بالزبط بالزبط لكن الحقيقة بس الوضع زمان كان أصحب كتير مختلف طبعاً آه بس دلوقتي الأمور اختلفت تماماً طبعاً لكن المجهود اللي إحنا لامسينه من نسات السفير الحقيقة آه معاً السفير متحت حاجة محترمة وبنحي عليه وربنا أفهم سافرت الكاميرا وكابت أنه أنت تلعب؟ كتير ده والله آه كتير أنا أصدحابي في الكاميرا من انتعرف إن الملعب اللعب اللعبه عليه ده أنا لعبت عليه النهاية أفريكي اللي هو؟ ملعب يا ويندي خالد إحنا كنا بنلعب مرة قدام ستين ألف كان ماتش كانون يا ويندي والزمالك في سنة ألفين آه في النهاية كان أوتوفيستر مدير فني آه ما إحنا لعبنا جلبنا في الماتش ده تنين الصفر وكنا كيفلنا أربعة واحد هنا ما إحنا لعبنا كانون يا ويندي البطول اللي أخدناها كنت أنتوا كانون يا ويندي برد أما ليه أربعة وثمانية كانون يا ويندي أو الله هو أنتوا كانون يا ويندي وأفريكا سبور اه كان يا وندي أفريكا سبور كوتوكو صفاقس التونسي لا كوتوكو كان بعدين صفاقس التونسي النهائي شوتينج ستار النجيري اه اه دول الفرق اللي احنا قابلناها الاول صفاقس ما كنتش بتلعبوا دول شمال افريكي لا ازاي صفاقس التونسي اه صحيح صحيح وصوري مولدية الجزائر لعبتوها اما ليه اه فيه كمان عطاق تيزي اوزو اما هو هو جيت جيت تيزي اوزو ايه اللي هي بقت مولدية دلوقتي اه اه انا قول ده جيت اسمه جيت تيزي اوزو كان ساعد اسمه جيت بالوقتي مولدية كنت مقلوبين تلاتة واحد هناك تقريبا تلاتة واحد وكانت لازم تكسبه هنا تلاتة صف اه لغزالة اللي ارحمه انقذنا هناك بقول المباراة دي كانت فيها حاجة غريبة جدا كنا معسكرين في الاردن الاول قاله فيه ترتان اول مرة بقى نسمع عن حاجة اسمها ترتان دي كانش موجودة زمان تمانينات اه فالكابتين يا برجيلا ربنا نديه السحة كابتين احمد الفضاء ارحمه اللي ارحمه قال لك لازم تجيبوا الجزم اللي قال المسطرة دي اه اللي قال الباتريك زمان اه يا فاكرة اه العلمتين من الجنب دي اه يا بالزبط اه فروحنا فين الجزم دي فيه قالك في الاردن طب فيه دورة في الاردن طبعا تشترك فيها كنا احنا والاهلي معنا اه احنا خدنا الدورة دي نزلنا سخنها يا كابتن اه بالترتان بقى وبتاع بنبص كده لانا لعبت الملدية الملدية تشجدت كلهم لابسين جزم استراضات عادي ومينو ألمونيا ينهر الناس دي هتجري ازاي يا جماعة على الملعب ده عادنا بقى ايه وانا بقى استقدي لقطة اه المهم من دخلنا لقط اللبسة يا كابتن اه طالعنا لانا لانا ملعب غرقان مية ينهر بيض متغرق مية كله اتاري الترتان ده لازم تسيق مية واحنا مش ملاخدين اخواني وانتو مش جايبين جزم غير دي بس اتكلم جدا بحيات ربنا ده اللي خلاكوا تغلبوا 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 طبعا ليه احنا كنا بنجر على الصابون محدش كان فينا هدر يجري كنا بنجرنا اوه ما عارف المعلومة دي لا ازاي احنا عادنا اسبوع واسبوع وثمانت يام في الاردن اه لعبنا الوحدات تقريبا فيصالي اهلي في الاخر وكسبنا البطولة دي اه اللي هي دورة كنات وديه يعني مش عارفين نلعب حدش فينا قادر يمشي اللي بالصدفة كان جايب جزمته معالبسة غارة بين الشوتين انت مش هتقدر احنا نزلنا الملعب مش هتقدر تقول استنى ما غارج جزمة بالزبط احنا نزلنا الملعب خلاص هتلعب اه احنا سخنا ودينا كتناشفة نزلنا واحنا الناس دي بقى خلاص حن السلام الجمهوري لقينا دينا دربك لمالعب غرقا مائي هل ايه سبب اه ارضية الملعب او سوق ارضية الملعب الي احنا شفناها مبارح او بنشوفها في بعض الأوقات ما بيكون فيه مطر غزير طبعاً كابتن حضرتك يعني لعبنا الدولي الكبير وحضرتك عارف أن محافظة الأسكندرية يمكن من أكثر المحافظات اللي بتتعرض لموجات طقس سيء كتير ولكن كمان في الفترة الأخيرة يمكن التغيرات الجوية اللي حصلت وبقت أسكندرية ينزل عليها كمية أمطار غزيرة جداً جداً وصلت للتلج مرة مرة نزل إحنا يعني في اسكندرية خلاص يعتبر دلوقتي جو أوروبي يعني بداية طبعاً الموضوع من الماتشين اللي أقيمه يوم عشرين واثناشر بين الاتحاد السكندري وسيراميكا والتاني يوم واحد وعشرين واثناشر سموحة والإسماعيل ده طبعاً كان إسكندرية ضربها موجة ساقية ويمكن كلنا شفنا إن إسكندرية كان مغطيها التلج كمية الأمطار اللي منزلت كانت كبيرة جداً جداً شبكة الصرفة في الاستاذ الحمد لله قادرت استوعب كمية الأمطار ولكن الصرف الرئيسي المحافظة بالكامل كان فول كباستي يعني كان متشبع فكمية الأمطار حتى اللي استوعبتها صرفت على الملعب ما قادرتش تصرف فتراكمة المية في الأرضية بتاعت الملعب نفسها وطبعاً إقامة المباراتين في يومين متتاليين وراء بعض أدى طبعاً إلى أن حصل تلفيات بكميات كبيرة في الجزء الأيصر من الملعب يمكن زي ما حضراتكم شفتوا بعد كده كملنا وبدأنا نصلح في الأرض وبعد كده أقيم عليها مباراة يوم 25-12 اللي هو سموحها والجيش ودي كانت معجلة برضو بسبب الأمطار وبسبب طبعاً سيئ وبعد كده أقيم يوم 13 واحد مباراة سموحة والإسماعيلي في كاس الرابط عايز أقول لحضرتك أن مفيش طبعاً وقت كافي لأن تلفيات اللي حصلت يحصل إعادة نمو أو الريكافرينج للنجيلة اللي تلفت مع استمرار هطول الأمطار ومع استمرار درجة الحرارة المنخفضة ويمكن حضراتكم كلكم تعلموا أن معدل النمو بتاع النجيل في فصل الشتاء بيبقى ضعيف جداً 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 وما بيقاش يعني تقريباً بيبقى متوقف فطبعاً هو ده اللي عمل ظهور الوضع اللي كان موجود عنه بارح بالإضافة طبعاً أن ما حصل فيه تلفيات أثناء المباريات اللي قيمت أثناء فطرة الشتاء والكلام دوت فإحنا طبعاً اضطرينا أن نعمل عملية تسفيف للرملة في الأماكن اللي حصل فيه حبوط وده حرصاً على سلامة اللي عمين اللي بيلعبوا أثناء المباريات طيب دكتور عايز قالك سؤال يعني إحنا طبعاً إحنا بنشوف ملاعب في أوروبا طبعاً أوروبا أكتر بلد سقيعاً يعني وأكتر هطول أمطار عليها يقال أن الملاعب دي بتمتص المطر وبيكون كمان تحتيها درجات تسخين للملعب عشان الملعب في فصل الشتاء ما يطلعش ما يبص بمعنى العرب كمان في 2019 على حد علمي قبل بطولة أمم أفريقيا قيل أن الجديد في النجيلة دلوقتي أنه بيبقى جزء منها صناعي وجزء منها طبيعي كما هو متبع في تستاذ القاهرة الدولي فهل التقنيات دي مش موجودة عندنا؟ لم يتم تطوير الاستاذ بهذه التقنيات؟ بس كابتن خالد استاذ سكنبرية النجيلة تم تغييرها في 2017 أثناء قامة الدورة العربية للألعاب بطولة العربية للألعاب تم تغيير النجيلة 2019 حصل أنه تعديل في منظومة الرايف الملعب دون تغيير للمسطح الأخضر نحن شغالين بالنجيلة الموجودة من 2017 عملية سيانة متتالية ويمكن حضرتك والسادة المشاهدين تابعته الموسم اللي فات الدور التاني بالكامل كان فيه عملية رفع كفاءة لملعب الجيش في برج العرب وجميع المباريات بتاعت الدور التاني بالكامل لعبة سكندرية وقيمة على السادة سكندرية والحمد لله بفضل ربنا وفضل مجهود الزملاء في هاية السادة سكندرية كان السادة على أكمل وجه ولكن النقطة اللي حضرتك بتتكلم عليها بتاعت ملاعب أوروبا يمكن حضرتك تعالى ما كابتن أن نوع النجيلة اللي موجودة في أوروبا غير نوع النجيلة اللي موجودة عندنا مع أن احنا عندنا هنا يمكن أفضل نوع من النجيلة اللي هو الباس بي لمعاشرة تمام؟ ولكن ما بيتحملش درجات الحرارة المنخفضة ولمدة كبيرة احنا عندنا من شهر تقريبا 12 من بداية شهر 12 ودرجة الحرارة يعني احنا النهاردة النهاردة طب لو هو أجود يعني طب ما احنا نجيب النجيلة اللي هي موجودة بقى ولا دي غالية مثلا نجيب النجيلة اللي بتاعت أوروبا دي تكلفة عالية جدا كام يا دكتور محمد يعني تتعدى الخمسة مليون الخمسة مليون عشر تعمل ملعب كويس؟ بالزبط كده يعني نص عقد لاعب مثلا بالزبط آه ولكن طبعا حضرتك تعلم ان يعني الموارد المالية احنا بنسع جاهدين لتنمية الموارد المالية للأستاد وان احنا نقدر ندخل موارد مالية عشان نقدر نحافظ على الأستاد وعشان نقدر نكون عملية الصيانة مستمرة ولكن يعني حالة الجو حالة الجو دي مش بقدير انا شايف ان خمسة مليون مش كتير على بلد في قيمة مصر يعني احنا عندنا استادات معينة احنا عندنا استاد اسكندرية استاد برج العرب استاد الدفاع الجوي استاد القاهرة استاد السلام عندنا ملاعب استاد الإسماعيلية لو صرفنا على كل ملعب خمسة مليون ولا عشرة مليون حتى افضل ما انا اصرف مئات الملايين على لعيبة دي وجهة مصر انا اعتقد انا بقول لساني يعني للناس المسؤولة يعني يكون ملعب خمسة مليون يرجع زي الفل او يكون فين جيلة مختلفة لا ما بقاش حاجة غالية على الأستادات صالح لعيبة يعني الملعب اللي بديها كوليسة هتبقى صالح لعيبة بس انا مع الدكتور محمد في ايه انا اتفرجت عن مطشين اللي انا عليهم والمطشين دول حقيقة ما كانش المفروض يتلاعب عليهم مطشين في الوقت ده اني كان فيه نوة كبيرة جدا وشفت المطرة كانت شديد جدا في الملعب ده والمطشين اتلاعبوا لايبة كتعملت الزحلة وبتاع الزحلة وده اللي بقوز الملعب الحقيقة مظبوط كده فن طب دكتور عبد الرازق دكتور محمد طب ما تقفلوا الاستاد انا بتكلم جد يعني يقول المسؤولين لا الملعب ده مش نظر لازم يكون في حل وانا شاف ان ان وزير الشباب ورياضة دكتور اشرف صبحي او محافظة اسكندرية او لاجم الناس تكون تدفع فلوس لتطوير هذه الملعب بصة كابتن للامانة عشان ابقى صريح مع حضرتك سواء كان معالي الوزير اللواء محمد الشريف محافظة اسكندرية او دكتور اشرف صبحي الاستاذ دكتور اشرف صبحي وزير الشباب ورياضة الاتنين لا يبخلوا تماما على الاستاد انا بقول له حدارك والله فعلا بكل امين ماشي ان غير النجيلة بقى اه تغيير النجيلة يبقى انا لازم حاليا حيبقى صعب كابتن لان انت حضرتك احنا عارف ان احنا مرتبطين بموعيد برضو مشروط دوري والكلام ده فان شاء الله بازن اللي يمكن المذكرة اللي حتترفع ان فعلا حالة النجيلة محتاجة تغيير ولكن حيبقى فترة توقف بعد انتهاء المباريات احنا حاليا بتاخد وقت قديها دكتور تغيير نجيلة ملعب تاخد وقت قديه لا يقل عن خمس شهور لا يقل عن خمس شهور اه لان حضرتك بترفع النجيلة الموجودة دلوقتي كلها وبتعمل اعادة تأهيل لشبكة الصرف اللي موجودة تحت الملعب وبعد كده حضرتك بتحط الطبقة الاساسية اللي هي بقى السن الصغير والرملة والحاجات دي وبعد كده بتحط حضرتك الشبك اللي هو بيمنع تكون الرمال على ما يسدش شبكة الصرف والكلام ده وبعد كده بتحط حضرتك طبقة النجيلة وطبقة النجيلة محتاجة على الاقل لتلت شهور عشان جزور النجيلة تسبب في الارض ويبقى ملعب ما ليه ان كنا بنسمعه ومعرفش يقولك روسيا ركبوا الملعب في تلت ايام وركبوا النجيلة في خمس ايام وشالوا النجيلة وركبوا النجيلة نكون نسمع حاجات زي كده بتبقى كابتن زي استاد القاهرة جزء زي ما حضرتك قلت في الاول ملعب الاوروبية كلها جزء انجيل طبيعي وجزء انجيل صناعي ولكن نسبة 60% او 65% او 70% بيبقى انجيل صناعي مطاعم بالنجيل الطبيعي وهو ده اللي بيستعوده الملعب في اوروبا بيستعوده بكشفات اللي هي التسخين بتبقى موجودة باستفاع حوالي متر ونص فوق سطح الارض او الارضية للنجيلة ودي بيستعوده موضوع الشمس ودرجة الحرارة وكلام ده بكشفات كبيرة جدا جدا بتعمل عملية تدفئة للارضية عشان تساعد النجيلة في الوقت دوت على النمو تمام شكرا دكتور محمد عبد الرازق رئيس استاد اسكندري شفت المقالع بص خالد المناع دي شغلانة ولا شغلانة ولا حالة لا خالد زا الصيانة بتاعتها أصعب انك انت بص انت لما بتعب الملعب هو ملعب انجلترا دي او فعز الساقية دي يه اين مشكلة انا مبيقولك شامل ملعب بخمسمائة مليار دولار لا انا بقولك الملعب اللي بتلعب عليه تكلفة اي ملعب في انجلترا اضعاف اضعاف أضعاف انا بكلمش على المدرجات ولا بكلم على الكراسي ولا بكلم على شاشات بعض الملاعب اللي لديك تحتيها شبكة صرف شبكة صرف دي تحتها بركة مية فهمني بحيس ان المية لما تمطر يبقى فيه مصفاة ماشي مناعمل ملعبنا كده ليه صعب ايه انت بتصرف كمان الدكتور محمد قالك خمسة مليون الملعب اللي عادي لا ده انت تاخد اكتر من كده كمان مين هيعمل الكلام ده مين هيعمل مزار الشباب ريال تعمل ده يعني انا المسؤولين عن المحافظات ده وجهة ايه كابتن و ايه يعني ما يكون عندنا ملعب رائعة طب ما انا سأل سؤال طب يعني احنا فيه ملعب رائعة في الامارات وفي قطر عشان كاسل العالم الملعب انا مبديش دعوة بالشكل الملعب انا مبديش مطر كلم على النجيلة انا مبديش مطر انا بكلم على النجيلة الجو هناك حر بيساعد على النمو النجيلة النجيلة في شهد الزمانك دول محمد ايه بتضمر طبعا عايز اولا حاجة استاذ قائر عشر عشر بشكل كبير استاذ قائر عشر عشر بزيك انا بفوش ضغط كتير زي سادة سكندرية خال ايوه يا كابتن بس مع انا بولك المطشين اللي انا شفتهم مع تلاتين اربعين في الملعب جيل طبيعي المطشين اللي انا شفتهم انا صعب عليها الملعب والله العظيم زي ما صعب عليها اللعيب اللي كان بتلعب سموحة ومش فاكر مين كابتن خمسة مليون يعني كان يا كابتن تلتمائية وخمسين الف دولار يعني ايو يعني يا كابتن ده تمن لعب ناشي يا كابتن دلوقتي ها يعني هل تمن لعب ناشي اهم من ملعب بيلعب عليه خمسة ست فرق هو مش اهم طريقة يعني ممكن الموارد المادية بتكون قليلة بعض الاماكن فقدرش يتوفر ما بغي كبير شعار يا كابتن لكن انا بصراحة يعني انا غيور على الاستادات بتاعت بلدي وشايف ان هي احنا من افضل الناس اللي بتنظر واللي بتعمل واللي بتبني يعني لازم الملاعب دي ما ينفعش الملعب ومشاكله كده الملاعب على ايامنا وحنا بنلعب كتت عاملة ازاي ايو كتت وحشة جدا كتت أصعب من كده خلاص الوضع اختلفة كابتن ما انا عارف وملاعب افريقيا انا عارف الوقتي بقت افضل بكتير جدا بس طبعا بيبقى الاجواء المناخية انت ما كنت بتلعب في افريقيا سبور وفي يويندي وكان ملاعب عاملة ازاي ملاعب دي ما كنت ملاعب دغطان كل ملاعب في غير ماشي ما دانا بقوله لك الوضع اختلف طبعا معزين في كل افريقيا اختلف اه طبعا بس الجيل السابع والجيل الصناعي ده بدأ ينتشر في افريقيا فعشان كده ما فيش مشاكل عندهم دلوقتي في جو المطرة وجو الزعبيبي اللي بتحصل هناك دي ما بقاش فيه تأثير كبير جدا على الملاعب لانها جيل صناعي وانت قلت حاجة مهمة جدا انه هو المخلط ببين صناعي وطبيعي اه طبعا ما ده العالم كله رايح صدى القاهرة كده على فكرة اه يعني الناس تعتقد في بعض الاماكن فيها صناعي في بعض الاماكن فيها طبيعي هو اساسا ان ما تحط رجلك تحس انه طبيعي يعني هو ده الجديد بزد انه هو ما بين طبيعي وما بين صناعي عشان بيعيش الصيانة تعيش وبعيش اكتر والملاعب بيبقى سهل التعامل فيه وعشان كده ده اللي أنا بقوله ليه في أوروبا كمية سقيع غير طبيعية وتلاقي ملاعب تحفى النجيلة هناك مختلفة أنا العرافة كابتن ما هو جوه مختلف برنا لا نوعية النجيلة نفسها بتجيب مختلفة استحمل غالية جدا ما هو بيقولك هو الملعب العادي خمسة مليون اللي هو الملعب العادي بتاعنا بخمسة مليون كابتن غالية جدا على ايه هو احنا استثمارات الكرة دلوقتي كان استثمارات الكرة في مصر مش كل الان دي هتقدر خالد دي مش عندها كابتن دي هيئة عامة حتى ولو لحكومة يعني هو برضو يعني مجبر أخاك يعني هو رجل عنده حدود معينة في فلوس معينة بيقدر يشتغل من خلالها طيب نرجع تاني ليه المنتجة انت قولت لي عامل السلية وعادت تدعيد التريزيجي عشر لعيبة هل في العشر لعيبة دول شايف مثلا تلاتة أو اربعة مثلا بعاد جدا في المستوى مثلا والتانين بعاد جدا ولا كلهم قريبين من بعض لا انا شايف ان هم يعني قريبين جدا من بعض صحيح يعني انا مثلا لو قلت لك يمكن شوية تريزيجية عشان اصابته ممكن يكون الناحية البدنية بتاعته مش عاية لكن هو لكن هو لعيب يعني قصدي العشرة اللي انا قلت لك عليهم دول قريبين من بعض يمكن محمد صلاح هو المختلف شوية شوية تمام محمد صلاح حتى في افريقيا قريب منهم برضو وبالتالي ليه اصرار كالوس كيروش على لعيبة بعينها والابقاء على لعيبة بره خالص وتغييرات معروفة بص يا خالد مدرب المنتخب مختلف عن مدرب النادي مدرب النادي بيبقى عنده آآ فترة يقدر يشتغل فيها عشان يحصل فيه انسجام وهارمني بين اللعيبة وبعض لان انت بتتمرن كل يوم وفترات طويلة لكن انت في المنتخبات بتاخد عشر تيام بتاخد اسبوع بتاخد ثلاث تيام اهم حاجة في الليلة دي ايه في المنتخب العين ايو ان انت تعرف تشوف وتجيب العيب بالزبط اختار العيب كويس اختار العيب عنده صبغة دولية وبعدين اروح مركب اللعيب ده في مكانه زي البازل كده وحط ده هنا وده هنا وده هنا لو انا عملت كده وانا بمرن في المنتخب مصر يعني انت دخلت المنتخب مصر وانا دخلت المنتخب مصر احنا ما عملناش تدريبات غير لما كابتن جوهري وقف الدوري وخد المنتخب وعملنا فترة اعداد وعدنا جاري ورمح واسماعالية وطريق السويس ورمل وبتاع فاهم فانت بتتكلم فيها خالد بتتكلم فيه توظيف اللعيبة ده مهم جدا واختيار اللعب ده مهم جدا يعني تختار اللعيب كويس وفي نفس الوقت تروح موظفه في مكان صح ما تحطش لعيب مثلا وينجليفت تروح لعبه وينجر بتاع ده باك رايت طب هسألك سؤال او سنتر فيروت زي ما عمل مثلا في مطش اللي قبل اللي فات راح عدد مصطفى محمد وينج رايت وصلاح وفور اديك معلومة ويريد ترجعولي اديك معلومة ويريد ترجعولي مصر كلها بما فيهم انا اتكلموا على فكرة هو ليه بعد مطش ناجيريا بنص ساعة كده محمد صلاح داخل راس حربة ومصطفى محمد لعب وينج رايت انا عندي تفسير فني مش كل مصر قالت كده اه طيب وقالوا وقعادوا اشتموا في كارلوس كيروش صح طب انا معلومتي بقى ان محمد صلاح هو اللي قال لمصطفى محمد العب ناحية اليمين وخلينا خش شوية جوه وارد انا بتكلمك جد وارد والله انا بتكلمك موارد زي تشكيل مباراة التالتة في ميشف العرب مكادش تعليمات بص من كارلوس كيروش ان محمد صلاح يخش جوه ومصطفى محمد يتلع بره ده هو دقريبا محمد كان عايز يهرب من من الباكليفت ده ومعرفش ايه وكده هو بتاع فهو من نفسه وقال له بص العب بره انت مصطفى شوية وخش انا جوه لا وكان فيه الوينجليفت بتاع ناجيريا مش ماتش ناجيريا قصدك اه ماتش ناجيريا الوينجليفت كان هارينة ناحية اليمين فصراح ما بيرجعش يساعد فقال له مصطفى محمد عزيز يرجع ده النحل الفنية بتاعتي ممكن يجو بقى كروش او ما قالش زمان انت بتقول لكن هو خلي بالك في التشكيل بتاع مباراة في كاس العرب بفاكر لما قاعد يقول له انت بتلعب اربعة ثلاثة ثلاثة وبقال راح مغير التشكيل كله في مباراة اه اعتقد مباراة ايه اللي هي اللي هي قبل قطرة دي ممباراة 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 يعني اردن اه كان اكبر عن هذا التشكيل هو ما كانش موفع التشكيل ده هو اكبر ان هو يحط التشكيل ده من بعض الناس يعني قالك ده لازم تلعب ان فيه صورة عارمة في مصر طب انا هقولك حاجة تانية كمان هو تريزيجي فنيا وبدنيا رمضان صبحي واحمد رفعت ولا تريزيجي احمد رفعت يعني فنيا وبدنيا طيب انت ما بتيجي تختار ده على اساس اخر لقطة شفناها تريزيجي اخترت الاسم ولا اخترت الفورمة اختار المحترف اختار المحترف طبعا بدليل ان هو بيلاعب مرموش طبعا نطلع فاصل ونرجع نكمل حوارنا مع الكابتن طريح يلا بينا طيب لجعنا مرة اخرى لكابتن طريق كابتن طريق تصريحات مستر كالوس كيروش بعد اللقاء قالك انا برسالتي الجماهير المصرية يعني ان كل فده كان احماء وان اللعيبة حققت الغرض وان احنا من المتشاط اللي جاية بدل من نكسب واحد هنكسب خمسة لا احنا مش عزين المتشاط اللي جاية مش عايزة خمسة انت كنت المتشاط دي كنت محتاجة لهداف عشان الترتيب المجموعات اه المتشاط اللي جاية عايز واحد انت عايز واحد سفر اخد اصعد دور الثمانية وبعدين الاربعة بس بقى فيه اداء يعني بقى فيه حاجة مبشرة خالد يعني بقى فيه لعيبة بتقدي بشكل جيد فيه امكانات اللعيبة بتظهر الامكانات الفوارق اللي بينك يعني انا النهاردة لما هاجي هلعب مثلا افرد الجزار طلعت وانحنا لا نتمنها لا نتمنها يعني الجزار طبعا الشقيقة واننا نتمنها هتلعب يا سرينليون يا كودي فوار يا التالت مين غين استوائي غين استوائي التالت فرق دول من المفترض ان انت كودي فوار هنقول ان انت يعني اكوال او انت احسن سن فاهمني غير غير طبعا درقبة والمجموعة اللي كانت موجودة دي فارق كبير جدا انت المفروض تبقى فيه فوارق كبيرة جدا بينك وبين اللعيبة دي يا خالي بينك وبين المنتخبات دي المنتخبات دي مع تقدير واحترامي ليها صحب غينيا كسبة الجزائر ماشي معاك وفيش مشكلة بس انا بقولك ان الفرق دي ان احنا افضل منها بكتير طب اقولك حاجة لزيزة ويا لد تحسبوها لي دلوقتي سهل عجل ده اربع نقط اه تمام وغينيا الاستوائية تلات تلات نقط تمام اه وسرليون نقطتين والجزائر نقط والجزائر نقط طيب الجزائر كسبة قد فوار بقت اربعة بقت اربعة وسهل عجل اربعة اه تمام وغينيا الاستوائية اتعدلت مع سرليون هياخدوا الرابع هياخدوا التوالد من هنا بقت اربعة اه لا بقت اربعة بقت سحل عجل اربعة الجزائر اربعة غينيا الاستوائية اربعة الموجهات المباشرة لصالح الجزائر طيب الموجهات المباشرة مع سحل عجل لصالح الجزائر هتبقى اول والموجهات المباشرة لصالح غينيا الاستوائية مع جزائر لصالح غينيا الاستوائية والموجهات المباشرة للسحل العاج مع غنية الاستوائية للسحل العاج يرجعوا للأهداف مرة مش عارف مين بقى يرجعوا للأهداف يعني غنية كسبة جزائر وجزائر كسبة سحل العاج وسحل العاج كسبة غنية الاستوائية لو تعادوا في أربع نقط بالضبط هياخدوا اللي جابه اهداف أكتر وبعدين اللي داخل فيه وبعدين البلاس والمينوس فاهم يعني كده تعارف غنية الاستوائية وبعدين بعد كده في الآخر قرعة غنية الاستوائية عليها واحد وليها 1 الساحر العاج ليها 3 وعليها 2 فهي في الهداف افضل بس لو اتغلبت من جزائر 1-0 مثلا هيبقى ليها 3 وعليها 3 لو اتعدلت غنيا الاستوائية هتبقى 1-1 برضو فهتبقى 3-3 ساحر العاج جايب اجواء اكت 이유 الجزائر عليها 1 ومجابتش رجون فلو كسبت هتبقى 1 و1 برضو يعني 1-1 برضو طبقى غنيا الاستوائية عليها 1-1 وجزائر لو كسبت هيبقى ليها واحد وعليها واحد هيروحوا الموجات المباشرة تطلع الجزائر التالت ما أنا بقول لك؟ لو غينيا الاستوائية لو راحت لساعة لأجها تطلع الموجات المباشرة يا مجموعة معقدة أنا بقول لك احنا تعالي وبيلغوا نتاج الرابع ساعتها ما بيتعدلوا في كل حاجة يلغوا نتاج الرابع ولا ايه؟ معناش احنا فرقتنا خالد تتفوق على كل الفرق بالتالنت بالموهبة فرقتنا الفرقة الوحيدة اللي أنا شفت فيها مواهب يعني يستقبل كورة ويفكر ويشغل دماغه مش انت النهاردة عمل كامعة عرضية سأنا بس نهاردة نفش اول العظيم مصر بتتفوق على كل الفرق الموجودة دي بالمواهب اه طبعا ينهرب يد اه طبعا اماليه بتتكلم جد؟ اه طبعا يعني ناجيريا ما فيهاش مواهبة اكتر من مصر كابتل ناجيريا الجزائر ما فيهاش مواهبة اكتر من مصر يا أنا بقول لك باستثناء ناجيريا وغينيا لست وقية أنا أقول لك اوه غينيا مغرب ما فيهاش مواهبة اكتر من مصر مين؟ الجزائر لا المغرب ما فيهاش مواهبة اكتر من مصر لا انا بتكلم في التلنت يا خالد التلنت موهبة موهبة ايه ان انت بتفكر في الملعب بتحرك صح بتشتغل صح هم عندهم قوة وعندهم سرعة المهارة اقول ايه لا ده اللي بيفرق معاك صدقني ولا ده اللي بيفرق معاك مين عندك شايفه مهاري اوي عندنا؟ أسيزو في ايه خالد عندنا مهاري عبدالله السعيد مهاري عبدالله السعيد عبدالله السعيد مش مهاري طب انت اذا كان ده انت عندك نص المهاري أشرف بنشاري مهاري اه طبعا مهاري ما بيلعبش اساس في المنتخب اه بالزبت طبعا عشان كده بقولك يا كابتن ده عندهم سوفيان بوفال سوفيان بوفال ده أمهر لعب في الدور الانجليزي والدور الفرنسي اكتر واحد بيرقص افضل واحد لو انت بصيت لكل المنتخب هتلاقي معظم اللعيبة مش كلها معظم اللعيبة مش اسزين في قندتهم اي بس في لعيبة بزي محمد صراح بزي محمد صراح في بغداد منجح في ياسين ابراهيمي في رياض بحرز يا سيد الفاضل تقول دول في خليج انا بكلمك في اوروبا مش في الخليج في اوروبا انت بكلم عن المهارة لا انا بكلمك على اللعيبة اللي بتلعب حساسي في فرقها في اوروبا هقولك تكاد تكون يعني مثلا تعدي على الاصابع ايدي الوحدة يا ولد على اساس ان احنا عندنا بقى كل البيعون في اوروبا طمعنا عندنا محمد صلح اساسي ماشي نسجيزيه احتياطي منني احتياطي انت عمان يقولك حاجة نسجيزيه ده احتياطي منني احتياطي وصول محمد بيلعب ساعات وليع ساعات لا لا محمد كان مكسر دي وبيلعب اساسي بيلعب اساسي لا في نعيبة انا مش بكلمة كده ايو يا ختن انا اساس انت بتقولي اللعيبة الجزائر احسن والمغرب احسن لا مش احسن عمر مرموش ايه لا مش احسن عمر مرموش مأساسي مش احسن في ايه في المهارة اه طبعا ولا احسن في المستوى احنا احسن كابتن الكلام ده اقتنع به ايام ايام الجيل اللي فات لا يا كابتن ودلوقتي احنا احسن اللي بيحصل في منتخب مصر ضد قدرات اللعيبة وتوظيف اللعيبة غلط لا معلش لو كلامك صح والله العزيز اللي بيحصل يا كابتن لو كلامك صح يبقى ايام حسامة بدري نكون مقصرين الدنيا ايام كوبر نكون مقصرين الدنيا ايام اجيري نكون مقصرين احنا دخل لبار جنوه افريقيا او اجيري كان بيعمل غلط برضو مش هم هم دولي كان موجود مع كوبر معظمهم يعني ما انت وصلت نهاية كافريقيا ووصلت كاس عالم يا كابتن انت ضربت جابون ايام كوبر يا كابتن ايام كوبر كان عبدالله السعيد عنده 31 سنة انت ضربت جابون 4 سنة قبر ديانه 36 انت ضربت جابون اللي كاسبانه النهاردة لبارح كاسبانه مين الجابون تعدوا 2-2 مع المغرب مع المغرب اه وكسبت غانة وكسبت غانة بس الجزء الكمام انت ضربت 4 مع حسامة بدري اربعة فينا لعبتك ايه يا كابتن ايه ده الجابون يا كابتن تعدلنا معها هناك بالعافية بصوبا ما هو 98 92 اتنين هنا لا اتنين لا اتنين جلين محمد اللي هو اتنين يعلم ل ام الى اكسب نه ربع جزر التومر كبتان هنا اه جزر الكون الصورة الناس صح لكن الجبون كسبنا هي هنا 12 و انجولا كسبناهoted ضرب جزاء هنا اتنين واحد اتنين واحد اتنين واحد هنا يا جماعة م incremental ات اتنين واحد اتنين واحد دول اللي هو بتاع عبدالله چادي ماشي ماشي ت بابشة ببصيها الصلاح الفَالحهو حضرة فى اه لعبتنا اسمع لقولك عليه 2-1 زح اه 2-1 لعبتنا احنا محددينها محجمين القدرات بتاعتها خالق يا كابتن والله ازدقني الكلام ده كابتن لو كان اجيري كنا شوفنا المستوى مختلف لو كنا ايام كوبر كنا بنلعب لأداء غير طبيعي مثلا ده احنا اتغلبنا 3 مشات في كاسة العالمة كابتن كاسة العالم ده حاجة تانية خد يا كابتت بتلعب السعودية وتغلبت منها معلش كاسة العالم ده قصة تانية ومارتش ماشي السعودية ده ماشي زار في طارق يعني مش مش حاجة حاجة يعني كدر في طارق انت انت كمنتخب كمنتخب من افضل المنتخبات الموجودة في افريقيا لو انت عملت 4-5 منتخبات منتخب مصر منهم شور لكن احنا بنلعب غلط اللعيبة بتلعب غلط اللعيبة محددنا كابتت عفاقه على تصنيف تاني في افريقيا ما انا عارف طب ما انا عارف من التصنيف تاني طب هو التصنيف الاول اعمل ايه طب ما الجزائر هيبت وعاني كابتت انت زار بطر افريقيا يا سيدي بطر افريقيا النسخة اللي فاتت بس النهاردة فين عنده بونت معارض انه يطلع لو تعادل افريقيا مجموعة ده جدا مجموعة ليه سيراليون وجينيا الاستوائية وساحل العاج والجزائر مجموعة قوية جدا انت عارف المجموعة الوحيدة اللي استطاع فيها منتخب ان يحصد 9 نقاط هي مجموعتنا كل المجميع 7 نيجيريا 6 4 4 3 احنا مجموعتنا واحد واحد 9 6 ده مش مؤشر ان المجميع فيه ضعيفة وقوية لا مش مؤشر ده مش المؤشر ده كل مباراة لها ظروفها يا خالد ما انت كان ممكن تكسب نيجيريا صح؟ كان ممكن تكسبها لو انت عملت صح وعملنا وعملنا ماتش جامد وكنا ما كناش خايفين وما كناش مرعوبين من نيجيريا كان ممكن تكسب انت ممكن تكسب نيجيريا غنيا اكتر من كده وكان ممكن تكسب السودان برضو اكتر من كده يعني انت بتكلم فيه قدرات اللعيبة انا مش شايفها دي مش فربط اللعيب ده محمد صلاح ده مرموش اللي احنا شاهدنا ده تريزي جيه ده ده مرش يا كابتن مرموش انا بقولك وعمر مرموش بيلعب في مكانه وعمر مرموش بيلعب في مكانه وراجل ما فاتاش يعني محمد صلاح بيلعب في مكانه بقاله كان ماتشا ايه بس وعمر مرموش بيلعب في مكانه اه بس مفيش مفيش نمر عشرة مفيش نمر عشرة مفيش نمر عشرة ما بيلعب 4-3-3 ايه ما غلط اه ما انا بقولك حشكرا بقولك غلط ايه الطريقة غلط غلط نازم نلعب 4-2-3-1 بس 4-2-3-1 هتكسر اي تيم صدقني هو معرفش ايه يعني هي الطريقة المحمد طبعا الطريقة وتوظيف بعض اللعيبة ده محجم اللعيبة انت مخليك في فوارق بينك انا قلت لك ايه في بداية الحلقة قلت لك فيه كان فيه فارق انا حسيت بالفارق بينه وبين نجرية طرح نجرية ولكن ما حسيتش الفارق ما بينه وبين غنية برغم ان انا احسن وبينه وبين استناب برغم ان انا احسن ليه لان هناك تأليف في بعض اللعيبة مش في اماكنها في بعض اللعيبة بتوظف غلط الطريقة غلط طيح احنا احسن طريقة لنا خالد 4-2-3-1 لاني عندك اللعيبة عندك السلية والنني وحمد الفاتح اختار منهم اتنين ولعب حد عشرة بس يكون يعني لعيب قسطة كابتن انت بتقول ايه كانت ما هو عمل كده النهاردة لا النهاردة ما كانش فيه ما كانش كده كان النني هو اللو ده كان النني والسلية وعبدالسا والله كان بيزيد حاجة غريبة اوي مش بتاعه مش دوره ده ما هذا ابو لك اهو مش بتاعته هل ده اللعيبة اللي بتعملها بنفسها ولا هو اللي بقولهم هزا كده اكيد بيقول طيب نروح للصور كده ونتقييمك لكل لعب محمد الشناوي كم من عشرة؟ في الثلاث ماتشات؟ في الثلاث ماتشات؟ يديولي سبع من عشرة سبع من عشرة طيب نروح للعمر كمال عبدالواحد اهو تمانية من عشرة تمانية من عشرة؟ اه لانه لعب ماتشين ماتشين حجازي يعني اصلا مفيش حاجة راحة ماتش الجزائي كنوا حشين ماتشين التانين ماتش يا اصدك النيجيريا النيجيريا اصوري انا قلت الجزائر اه عشان جزائر كبتورة العرب اه اخد ستة من عشرة ستة من عشرة نروح لله هم عم منع عشان يقول النهار ده ستة من عشرة اه بس هو لعبه باكرايت كمان انا بقول لك باكرايت باكرايت يعني ظلب مواما انا بقى عشان كده بقول لك ما هو دي ما ده من بص الراجل ده مساك كويس هلعبه باكرايت وعندي عمر كمان عبواحد بالزبط بالزبط نروح للسرور بعد كده اه من عشرف وانا شاف ان ايمن ببزل مجود كبير يعني بس هو مش باكليفت يعني اه تديره كم يعني ستة برضو من عشرة ستة من عشرة نروح للنني ستة من عشرة ستة من عشرة نروح للي بعد كده السولية سولية من عكش الاولاني فعلا مطشر التانيين نديه له ستة ونص. ستة ونص. مش حمدي فاتحي. مشاركاته يعني اللاعب اساسي مطشر الاولاني تقريبا. خمسة من عشر. خمسة من عشر. يعني حمدي ما اشتركش. حمد صلاح. صلاح اا اخد سبع عشان الجون اللي جابه مطشر اللي فاته. اللي هو التلات التلات نقاط يعني. التلات نقاط. اهم اللي سعدون اقول لك. بالزبط كده. نروح للا عبدالله السعيد. عبدالله السعيد ياخد اا هو يعني عبدالله مش عبدالله اللي احنا نعرفه طبعا لكن ستة. ستة من عشر. مم. بنروح للا بعد كده. من مدوع الدرجات ده. احمد ساد زيزو. زيزو قديله سابعة لان زيزو لما نزل لما بينزي بيفرق. مم. وده وده تغيير مش تغيير. ولو حطه في مكانه بقى. نهار ده محطش مكانه لعبه نحن الشماء. ده لازم اساسي. لازم. هيا كابتن. هو الله يتصدقني ما وزرش. اه. ده لازم اساسي. يعني انت لو مدير فن هتلاحبه اساسي. على طول. على طول. اول الله. سبعة من عشرة. سبعة من عشرة. نروح للا بعد كده. عمر مرموش. خمسة من عشرة. خمسة من عشرة. نروح للا. ما احسيتش بيه. اه في الماتشات التلاتة. اه طبع. بعد كده. سورة بعد كده كمان. خمسة من عشرة. خمسة من عشرة. نروح للا بعد كده. صفة محمد. خمسة من عشرة. خمسة من نروح للي بعد كده. ما روان الحامل دي طبعا ملحش يلعب. ملحش اه. ملحش اه. ملحش نقيمه. قيمه. صحب. الصورة اللي بعد كده. في رمضان صبح. اه اه. رمضان برضو ما ياخدش حاجة يعني ما اه. اه لعب المقشي اه. ربع ساعة. اه. ملحش تقيمه. كم ساعة? حمد الشريف. ملحش تقيمه. ولا قيمة. صح? دخل. اه. الونش. الونش كان هاي اللي مقشيت. يعني بتقيمه ده تلاتة من عشر. تلاتة من عشر. طيب. معنى كده ان اعلى آآ ترتيب بالنسبة لك كان محمد الشناوي. احمد ساد زيزو. الونش. اه الونش. ودول التلاتة لعيبة دول اعلى تلاتة لعيبة. اه. وعمر كمال. وعمر كمال. اه. دلم ربنا. دول اربع لعيبة اعلى اربع لعيبة. اه. شايفهم. دول اللعي هاي اللي زهروا بمزهر هم. يعني يعنيقي إيه، اللي هو ايه، اللي هو متوسط انت لو بتلعب 4-3-3 لعب حمد فاتحي او السلية او النيني واحد فيه والله حاسم ان اقولت كده جبت وعلى يمينه زيزو وامام عشور انا قلت التشكيل ده مع سيز ساهر زيزو هيلعب هعمل شغر جامل جدا مع صلاح بالنصراح بيحب يخش جوه فهيتلاقي الحتة دي فاضل زيزو فاهمني امام عشور بوكس تو بوكس اه بالزبط فانت عندك هنا اتنين نعيبة تمانية وممكن يخش على جوه ويروح شاير وبلعب باتنين ستة بلعب بتراتة ستة ساعات تمام وبلعب باتنين ستة فيامني واحد مش ستة ويوظفوا ستة وده غلط فانت لو لعبت بزيزو وامام عشور الاتنين جنب حمد فاتحي او السلية او النيني واحد فيهم هتلاقي على الاقل نحية جميع عالية واللعبة دي رايحة جاية يا رب رايعملو في الماتش اللي جاي طيب توقعتك بكرا الجزائر وكود فار ساحل العاج هو صعب سأتوقع تعادل تعادل كده الجزائر خرار غينيا الاستوائية والسيراليون الاتنين قريبين من بعد بس غينية تتفاق شوية بس حارس مرمى السيراليون ده حارس مرمى كوي زي ما انت قلت اعتقد غينيا ان تكسب طيب انا حاس كده ان الجزائر هتكسب بكرة انا اتمنى وحاسس ان السيراليون هتكسب بكرة اتمنى ان الجزائر تكسب توقعاتي كده يعني يعني لو احنا عندنا ربع فرق دول انت حب تلعب مين الاربع فرق طبعا هستمع دي الجزائر الجزائر المفروض نعم منافس قوي يعني اه اقولك كوديفور اه والله فعلا من الاربع دول تماما كابتن كابتن طارق نورتين وشرفتين ودائما متقلق كده حبيب انت المتقلق دائما وابد كابتن طارق ديني تمام خلاص أه الحمدلله انا عايز والله يا فكرتين عايز اشكر وزارة الداخلية وزارة الداخلية جدا 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 والله عايز اشكر وزير الداخلية وعايز اشكر مباحث القاهرة وكل الناس اللي ساعدتني كنا فوجيت انت والتي له هم قابضوا قسامي كتير جدا جدا ناس كتيرة جدا وناس افاضل ومش حبيين ان انا اسكر قساميهم يعني بس الناس بسم الله ما شاء الله النهارده يعني شفت الموبايل بنفسي وشفت الحرمية اللي سرقوا وبكرة رايح النيابة هناك هياخدوا أقوالي واستلم الموبايل بكرة الحرز استلم الحرز بكرة من النيابة إن شاء الله بإذن الله شكرا جزيلا وربنا أحفظ مصر يا رب عايز بس أبعد سلامي لأشرف قاسم وقوله الحمد لله على السلامة وربنا يشفيه كابتن أو أشرف أشرف عنده شوية مشاكل في رجله اللي هو المفصل تغيير مفصل اللي وصلت مرحلة إيدا الغدروف يا كابتن أنا شايف إنها حالة متقدمة جدا حازت تأكل ولا إيه يعني حاجات كده بس الحالة صعبة شوي صعبة في إيه محتاجة عملية بره جامدة جدا هيغير مفصلين مفصلين في الرجل واحدة لأ مفصلين في الرجلين تقريب ياه الرجل اليمين هي اللي كانت باست أكثر أيوان فاكر كان بيعرج عليها وعنده شوية مشاكل تانية ده كل ده بسبب الكورة يا فاكر اللعبة طبعا اللعبة أه كانت سبب من أسباب أه طبعا أنه بلعب عليها ومصاب ومصاب الغاية لما حصل فهو عازي النعازي طبعا كابتن خاد لطيف ففاة أخوه كابتن خاد لطيف وفاة أخوه طبعا عازيه ومحمد صبري ومحمد صبري والدته كابتن عماد النحاس كمان وعمد النحاس والده أعتقد أه والده أه عشان بس الناس مت وإمام مواكد عارف إمام حبيبي والله العظيمة كابتن الله لعبت معايا في الصيد لعب معايا اه أنا لما بطلت كرة لعبت في الصيد درجة ثالثة معاهم ستة شهر أنا وإمام طاهر بس والله العظيمة اه كان عمر السعيد ربنا دينه صحة كنتم تعمله فور فن كده اه فقالي تعالي معايا سمام كان لعب قد جدا امام وأخو عمر السعيد كان لعب كواس قوي ايو معتز معتز تقريبا وتمر صقر اللي كان فيرو بتاعي تمر صقر طبعا اه كان بلع في القلي وزمالكاو اه محلل معنا في قون اه فده كان فيرو بتاعي وتمر كان لعب كواس قوي جدا وعلى فكرة كان من قارب الناس وصعدنا السنة دي النهار ده انهار في اه طبعا رب العرح الاتنين كانوا أصدقائك جدا وإمام زمالكاو أكبر زمالكاو في الدنيا الله يرحم الله يرحمهم جميعا ويرحم كل أموتنا يا رب يا رب ان شاء الله شكرا كابتطار حقيقة خلودة شكرا نطلع للفاصل نستابل بعديها فقرة مهمة جدا مع الناقد رياضي الكبير استاذ عمر الدردير بعد الفاصل ورجعنا لكم مرة أخرى وفقرة مهمة جدا دايما أسبوعية مع الناقد رياضي الكبير استاذ عمر الدردير يا استاذ عمر زي حضرتك مساء الخير يا كابتن خالد ومساء الخير لستاذة المشاهدين وسعيد جدا لما ببقى مع حضرتك يعني بتسري العمل الإعلامي معايا والحياة بنتكلم في موضوعات مهمة جدا أتمنى جمهوري زي باك يتابع الفقرة دي لاني فقرة أنا شايف انها مهمة في الفترة الجاية صحية طيب استاذ عمر نبتدي معاك رأيك في أداء المنتخب المصري في مباراة النهاردة وأكيد هنأتطرق للمباراة الثلاث اللي لعيبها وصعدنا من خلالها للدور الستوش الحقيقة طبعا منتخب مصر يعني عايزين نقول لك بأمانة وبصراحة جديدة أن أداءه غير مطمئن في دور المجموعات على مدار الثلاث مباراة اللي لعيبهم منتخب مصر أداءه غير مطمئن النتائج يمكن معقولة ماشي أنت صعدت مركز تاني المفروض تصعد مركز أول ده وضع الطبيعي بتاع منتخب مصر أنك أنت تصعد عن المجموعة كمركز أول لكن أنت ما نجحتش تعمل ده خسرت في مباراةك الأولى قدام منتخب النصور النيجيرية وما كنتش يعني أداءك كان بعيد جدا عن الأداء اللي المفروض بنأمله من منتخب مصر تشكيل وتغييرات مستر كروش عليها علامات استفام وعلامة تعجب كبيرة جدا 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 كل تغييراته وكل تشكيلاته يعني حتى لما بيبدأ بتشكيل وبيجي يعمل تغييرات على التشكيل بيبقى في علامة تعجب وعلامة استفام وكل العلامات اللي الناس عايزة تتكلم فيها تتكلم فيها لأنه بينزل جناحين فجأة يسحب رأس الحربة يبقى في رأس حربة وفيش جناحين حاجة كده يعني ما شفتاش قبل كده ومع هذا يبقى كارلس كروش مدرب كبير مدرب اسمه كبير جدا يبقى آه طبعا يعني أنا ما قدرش أقول أنه هو مدرب صغير هو مدرب كبير لكن فهم القماشة المصرية عارف قماشة لعبته إيه إمكانياتهم إيه ممكن يعملوا إيه ممكن لما غير مين في الوقت إيه حتى الآن بعيدة طبعا ما يبقى مدرب كبير إزاي بقى مدرب كبير طبعا غاب ما يبدأوا يفهموا الفرقة لكن بعد كبه يحققوا نتائج كبيرة يعني نطلع مكسل الأمة ونطلع مكسل العالم وبعد كده نطلع عليه إن شاء الله هنكمل بإذن الله هنكمل أنا بقول مثلا يعني عشان نصبر عشاني عشان يكون فهم لا 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 ما قصودش أنا بقى ما أتكلم هو خد مرحلة بطولة هو طبعا كارلس كروش جرب عمل تجارب فظيعة جدا طول الفترة اللي في قاتل وشوفنا في البطولة العراوية كأس العرب تجارب ولعبة دخلت ولعبة خرجت أكبر عدد من اللاعبين كم من اللاعبين دخل المنتخب وخرج من المنتخب في الفترة اللي فات فترة كارلس كروش يعني عمل كل التجارب الممكنة لكن هو عنده حتة العند وحتة العند ما بيسمعش الجهاز المعاون يعني أنا رأيي لو هو بيقعد مع الجهاز المعاون وبيسمعه وعنده ثقة فيه الأداياه بأحسن من كب كتير لأن على الأقل هيدولوا خبراتهم لأنهم برضو قريبين من الكرة المصرية ومن الفرق المصرية والدولي المصري وماشة اللاعب المصري لكن هو الحقيقة مش مدي الفرصة دي وفيه مدربين أجانب كان أعتقد مستر جوزيف النادي الأهلي كان نفس القصة ما كانش بيعني خد الفترة الأولى بيعاند وكان بيعمل نفس الحدوتة وكان الأهلي حتى مصاب عيد الفترة الأولى لو خدت بالك من جوزيف مع النادي الأهلي وهو برتغالي يعني بنفس قريبه يعني قريب كارلوس كروش فكان جوزيف بيلعب واقل جمعة راس حربة ساعات ساعات آه يعني آه يعني آه صح يعني تهزر عندهم نمط يعني يعني لما خسر من المقاولين العرب كان بيقودها كابتن حسن شعاتة آيو 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 كان بيلعب واقل جمعة راس حربة وشادي محمد حرسمور وشادي محمد حرسمور يعني هم عندهم الحتة دي والعند ده بيبقى موجود لكن بعد كده جزيح نتائج كويسة جدا وأثبت إنه مدرب كويس مع النادي الأهلي ده في كلام إن كارلوس كروش ممكن يمشي لو لو خرج من البطولة دي من دور 16 يعني ممكن ما يكملش كسعال يعني أنا رأي إن ده مؤكد مش كلام أنا رأي ده مؤكد بجد والله معلومة مؤكد مؤكد يعني اتحاد الكرة الجديد المنتخب الجديد ما يقدرش يستحمل لو خرجنا مثلا من دور 16 لا قدر الله في البطولة زي البطولة اللي فاتت لا ما يستحملش يعني مؤكد مؤكد لو لم نصعد إلى دور التمانية سيرحل مؤكد سيرحل كالوس كروش رغم العقد بتاعه مؤكد مؤكد معلومة اه طبعا لأنك إنت هتبقى يعني خايف جدا بالأداء ده وبالتردد ده وبالعناد ده تخاف جدا تلعب مطشين اللي هم المهمين جدا اللي إنت جايبهم مع شارك خصوصا إنت هتعرف يوم السبت اللي جاي كمان اه طبعا هتعرف تتلعب مين طب لو كالوس كروش لا قدر الله يعني إن شاء الله نكسب بس لو حصل مين المدير الفني اللي ممكن يجي مين المرشحين بقوة يعني الكابتن حسام حسن طبعا حسام حسن يبقى مرشح ومرشح قوي اه طبعا حسام حسن مدرب كبير ومدرب كويس يعني هو الأقرب يعني لو إن هو حسام حسن والكابتن حسن شاحته طبعا اسم كبير ورمز كبير واسم كبير طبعا يعني قادر على ان يتحمل في كلام نقيل على أهاب جلال برضو وفي كلام على أهاب جلال بس أنا أنا أعتقد إن الأقرب حسام حسن أعتقد أقرب حسام حسن إن هو يأحانى الوقت إن ياخد فورسة يعني طيب نروح سريعا كده ل تقييمك لأداء اللعيبة بعد الثلاث ماتشات الثلاث ماتشات شفت الثلاث مباريات شفت في لعيبة لعبة معظم المباريات في لعيبة لعبة أجزاء من المباريات فيه لعبة لعبة كابودلاء في بعض المباراة وفيه لعبة لعبة ماتشين وملعبوش ماتشو وفيه لعبة لعبة ماتشو فعايز تقييمك كده وحطوه يا جماعة كل الصور يلا نبتدي بمحمد الشناوي محمد الشناوي لعبت ثلاث مباراة وفيه مباراة ما اختبرش فيها بشكل جيد يعني ما اختبرش اختبر فيها وفيه بعض مباراة اختبر فيها يعني مباراة النهاردة وانسا بتاعت السودان على سبيل المثال لا الحص يعتبر لم يختبر أساساً إلا في كرة واحدة بس إيه كرة واحدة وبكل أسف هو أخطأ فيه يعني اللي هي الكرة اللي هي كانت طلع كورنر دي فهو عايز يلحقها فدخلها جوه وكانت هتيجي جوه أخطأ تقديرياً فيها لكن في النهاية في المجمل هو مستوى يعني أعلى من الجيد مستوى كويس يعني مش وحش ما قدرش أقوله أني وحش فلنفس الوقت مش مستوى عالي جداً يعني في حراس شفناهم في أفريقيا في البطولة مين أكتر واحد عجبك في الحراس؟ يعني حارس سارليون ده حاجة قمك كمارا اسمه تاريخ كمارا ده يعني حارس كبير جداً النهاردة الحارس الاحتياطي بتاع السودان اللي لعب الشرط الأول كان حارس كبير جداً حمد مصطفى حمد مصطفى النهاردة كان هو دي طبعاً ما تكون بتيجي عليك هجمالات فتختبر أكتر أكتر مرة أختبر فيها الشناوي كان مطش ناجيريا مطش ناجيريا مطش ناجيريا المطش الثاني أقل اختبارات بالنسبة كبيرة يمكن دخل فينا الجون دوت تم احتسابه فاول على اللاعب على العمر كمان عبد الواحد قابليها مطش دينيا في السواني أخير دي أنقاذة الموقف والمطش النهاردة ولا اختبار ولا اختبار هي كورة واحدة فما كانش فيه اختبارات كتير أقدر أقول أن مصطفى ممايز جداً أو مصطفى كويس أو في حتة تانية زي ما يقوله لا مفيش حتة تانية مفيش حتة تانية لا خالص مؤكد مفيش حتة تانية طيب راقمه بقى راقمه في ثلاث مطشات تديله في ثلاث مطشات هو مطش النهاردة أنا ممكن أديله في مطش النهاردة سبع من عشر مجمل معترض لأ معترض طبعا علشان علشان هو لم يختبر نهاردة خالص غير في واحدة هديله سبع من عشر الحاجات البسيطة اللي تعامل فيها يعني أنت لو وديته سبع من عشر في مطش النهاردة لأ أنت تديله بقى مطش نجيريا تسع من عشر لا 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 طبعا لا نجيريا صد كورتين وغلت في واحدة مطش نجيريا الكورتين اللي صدهم الكورة المباشرة اللي هي يعني لا فين فراد لا فين فراد في آخر المطش جين فراد لكن النهاردة ما فيش حاجة يعني ما كانش فيه إبداع بس مطش برضو عايز أقولك حاجة المنافس بيختلف طب أديني مطش نجيريا تديله كام مطش نجيريا أديله خمسة من عشر مطش نجيريا أه طبع طيب مطش غينيا منافس مختلف مطش غينيا آه منافس مختلف مطش غينيا مطش غينيا أديله ستة من عشر النفس برضو مختلف عشان الجنل دخل الهدف اللي جيه لم يحتسب فرق كتير لو هو تصدى للكورة دي بعدها كان هتفرق كتير انا عندي معرفش ده صح والغلط بس انا عندي انطباع كده ان الشناوي دايما في اللي هي بتبقى على شماله بتدخل دايما اه لعني مثلا انا فاكر ماتش الاردن نفس الهدف اه وفي واحدة جات في العردتين وطلعت برضو ناحية الشمال شوية او فيه ساعات بيثبت مثلا شيكابالا في البعيدة برضو الشيكابالا تانية واحد بعيدة الساسي مثلا في العكس الاتجاه لو خدت بالك النوع اي كورة عالية متشاطة من بيات بتدخل يعني بتبقى عالية عالجنبين لكن هو الكورة المباشرة بيتصدالها وده مش معنى كنش النوي لا هو حارس كويس بس مش في حتة تانية طيب يبقى يبقى اول ماتش خمسة من عشرة تاني ماتش معين انا انا شايف ان اول ماتش هو افضل ماتش يعتبر لان باللعب نيجيريا وصد ضربتين منافس ايما هو قوي المنافس قوي بس Blair خسرنا يعني طب الـ 5 من عشرة، 6 من عشرة معنى عشرة ماتش النهاردة تديله 7 من عشرة يعني الـ 5 ستة سبعة يعني هو في تصعودي يعني اه في تصعودي تمام ايا دي بالنسبة للشيناء ونروح بقى ليه من ثاني عمر كمال عبد الواحد في الماتش التاني و التالت في ماتش غينيا تديله كامل اا عمر كمال في الماتش الغينية اخد 8 من عشرة اعلى واحد يعني انا شايف نجل المباراة طيب النهاردة? النهاردة اقل شوية. اه. لكن برضو كان لعيب كواس. ستة مسلا ولا سبب? لا سبعة من عشر. سبعة من عشر. اه. كان يقال ان هو مصاب معرفش كده. اه اه انا يعني حاسس اداءه كده النهاردة في حاجة يعني. اه. مش سليم. ابتدى ابتدى خد بقى مخدتش بالك كده من اه بعد ما مع عمر كمال ابتدى يلعب منتخب وبتاع ويلعب فابتدى فيوتشر يقولك ايه. اه. على فكرة هو ماضي معنا تلات سنين على فكرة. اه. اه. اولا فكرة معرفش. وعمر يطلع يعني. عمر يطلع يقول ده انا في عقدي هرجع مع الزمالك بعد السنة. فيبتدى برضو يتصرب للاعلام. على فكرة لا اهو مقدرش ما مفيش حاجة في عقده كده خالص يعني. اهو. كده كده ماضي تلات سنين يعني. خدش بالك? هو بس حتى حتى برضو احد الاعلامين طلع. اه. خرج وقال ان النادي الاهلي اه بيدور على العقد عمر كمال يشوفه لاني ممكن يتعاقد معه. بجد والله يعني حد اخر اجعل كده. اه. فيعني اقصد ان في. على اساس ان هو يعني اه. اساس ان فيوتشر ده ملوش لازمة مزل? لا. يعني حتى لو ماضي ثلاث سنين. على اساس ان. يعني. على اساس ان الزمالك ملوش هيحوق يعني. اه. بالزبط. زي برضو. زي برضو ما يقولك ايه. يقولك ايه. على فكرة فاركو هيفعل البند بتاع محمد صبحي. اه. ويروح بايعه للاهلي. على اساس فاركو يعني ايه. انا عارب. ما بايعه لازمة يعني هو بيفعل عشان يبيع للأهل يعني هو شغال عند الأهل يعني فارقه شغال عند الأهل خلاص والله أنا هفعل بنده أديك محزوح يلا وبتاعك شغل إعلامي يعني شغل إعلامي وكيد عوازل كلام يعني ملهوش يعني معنا بصراحة بالذات نروح ليه اللي بعد كده الصورة اللي بعد كده حجازي تلت مطشاة لعيبهم حجازي حجازي بصراحة يعني أنا ليه تحفظات عليه يعني هو آه لعيب كويس وعنده خبرات بس بطيء شوية أدقه بقى بطيء يعني بعد ما رحها السعودية ولعب في السعودية الفترة الأكيرة أدقه بقى بطيء عن الأول حجازي أنا شايف أنه أقلب كتير من حجازي اللي كان قبل كده طيب هسألك سؤال بقى حجازي مطش الأولاني مطش نيجيريا مطش نيجيريا أربعة من عشر ياه مطش غينيا مطش غينيا لا أحسن شوية ستة من عشر النهاردة أحسن مطش بقى النهاردة أحسن منهم من عشر مطش بس عشان مطش النهاردة برضو المنافسة أقل شوية تمام نروح للسرعة اللي بعد كده محمد عبد مينم محمد عبد مينم لعيب هايل يعني خامة مبشرة جدا ولعيب كويس النهاردة طبعا هو ما اعتبرش اختبر في المطش اللي فات لكن المطش ده يعني أثبت وجوده وأدى أداء جيد أنا شايف أنه كان مفروض يعني لو ما خدش الإنذار كان هو يبقى هو مانوف زماش مانوف زماش طبعا النهاردة ياخد ثمانة من عشر عايز أقولك حاجة للسيطة أول بالنسبة محمد عمينم عشان نقول بقى العين العين ده ماشي عرم من الاهلي عشان ما يدارش يلعب في الاهلي عشان ياسر إبراهيم هيلعب عليه هو أيمن أشرف صح ولا صح ولا الغلطان لو راح إعارة اسموح عليه عشان يزيد في المستوى عشان يبقى على قدر الأهلي صحيح بيلعب منتخب أساسي لا هو لعب كواس وأحسن من الموجودين يعني طب دي عين ولا ايه مش فهم اه طبعا ده بقى فهمت قصدي ولا لا اه طبعا اه طبعا باختلاف العين طبعا انت في نهاية موديله عارة عشان ما ينفعش يلعب في الاهلي دهوقتي اللي موجودين احسن منه اه 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 هو احسن منهم بقى هو الأساسي منتخب وجاب جون في مع المنتخب اه عين يعني عين طبعا النهاردة ياخد كام النهاردة 8-10 8-10 عشان جاب الجون كمان اه نروح للبعد كده ايمان أشرف يعني ايمان أشرف تأثر جدا انه انه بيلعب سردباك فلما بتحطه باكليفت رغم انه مركزه الأساسي يعني بس ظلمته انا كنت هقول كده يا جماعة طول عمر ايمان أشرف باكليفت بس تظلم خلاص ابتدى يلعب سردباك مع النادي الاهلي ومع سموحه شوية ماشي خلاص نافظها لكن كان هو في النشيئين وقلوا باكليفت ماشي باكليفت بس النهاردة كباكليفت لو شفته في فرق ضخم جدا بينه وما بين فتوح فتوح فرق كبير فرق كبير هو متحفظ دفعان وبيدفع بس لكن في الهجوم مشوفنا هو المشكلة بس مع الفرق التقيلة الواحد خايف اه طبعا انما يجي لك واحد ونجراي التقيل هتبقى صعبة هو ابطأ شوية من فتوح كتير وبيدفع فقط بس راضي في ملعب اه طبعا طبعا النهاردة من قياس النهاردة كش حاجة خطيرة ياخد ستة من عشرة النهاردة تمام اذو الماتش اللي فات اقل اه اقل طبعا اللي هو ماتش اه اه طبعا اقل ماتش اه سارليون هو نزل الشرط التاني في ماتش نجاريا ماتش كان اقل مبارياته بعد فتوح لعب الشرط الاولاني وخرج اه لا فتوح لعب الشرط الاولاني وخرج الشرط التاني كان من اقل مبارياته برضو كان اقل مبارياته صحيح نروح بعد كده محمد النني مالك عملت كده ليه عملت كده إن إني إن إني رغم إنه بيلعب في نادي كبير جداً بس بصراحة يعني حتى الآن أدائه غير مخنع غير مخنع بالمرة في الثلاث ماتشات؟ في الثلاث ماتشات أداءه غير مخنع بالتالة ماتشات بس ضرب كارلوس كيروش ورغم كل الناس بتقول هدا الكلام لكن كارلوس كيروش بيلعب trash match with watches ها انت عارف إن هو وحجازي أكثر اتنين لعبه يعني حجازي اللعب كل الماتشات مخراكش ولا ماتش وهو تريباً خرج ماتشو واحد تريباً أو حي كده والشناوي والشناوي طبعاً آه أنا بكلم على كلاعي لكن هو أنا تأديري كبير أربعة من عشق في الثلاث ماتشاة آه طبعا في الثلاث ماتشاة آه طبعا طبعا طيب نروح للصورة اللي بعد كده عمر السلاي ما لعبش الماتشو الأولاني ولعب التاني والتالت اللي احنا كسبنا فيهم آه لعب اللي احنا كسبنا فيهم بس بس يعني آداءه لسه ما وصلش للمستوى المطلوب راجع من إصابة وبتاعه هو لعب كواس جدا بس راجع من إصابة الماتش الفاته تديله ستة من عشرة آه لأنه عمل أسست صح الماتش ده لأ أقل خمسة من عشرة آه خمسة من عشرة طيب نروح للصورة اللي بعد كده آه حمدي فاتحي آه يعني بصراحة بصراحة يعني آه ظهر بأداء مش مقنع جدا يعني كنت متصور كنت متصور إن أحسن من جابك يفضل يدي أفضل من كده أنا كنت متخيل إن هي يعني هيسبت أقدامه وهو اللي هيكمل تديه كام في مجمل مجمل الثلاثة أقديله في المجمل آه أديله خمسة من عشرة خمسة من عشرة نروح للصورة اللي بعد كده محمد صلاح لأ فوق مستوى التقييم يعني ده محمد صلاح النهاردة كان واحد شخص أو أنت بتقيم فنية أنا بتقيم واحد بتقيمه في الفاربول يعني ولا مع المنتخب مع المنتخب فوق مستوى التقييم في اللي ضر في أي مكان ده محمد صلاح أفضل لعب في العالم وأفضل لعب في تاريخ مصر مع كامل احترام يعني النهاردة تديله كامل فوق مستوى التقييم ما تقيموش لا مش أقيم ابتديت ابتديت أقلق لأن المطش الأسبوع اللي فات قيمته ابتديت النهاردة مش عارف أنا المطش الفات المرة الفات جالك تليفون أو حاجة؟ لا 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 خالف المرة فات قلت خمسة من عشرة وقلت ده محمد صلاح بس كان لسه ما جابتش جون التاني انت قلت تقوله المطش الأولي نيجيريا صحيح بس ما كانش بلعف المكانه كما قلت مطش الفات جاب جون الفوز أه طبعا المطش الفات كان كويس المطش الفات أحسن من النهاردة أحسن من النهاردة طيب فوق يعني فوق مستوى التقييم محمد صلاح تمام نروح للصورة اللي بعد كده عبدالله السعيد عبدالله سعيد النهاردة قد أداء هايل كلمة جد أه طبعا عبدالله السعيد يعني النهاردة كابتن طارق إحقال نفس الكلام وانت قلت النفس كلام وانا في المقدمة قلت لازم يعتز اللعب الدولي أنا قلت لازم لأنه بدانية حراس أنا سمعتكك كابتن طارق والله الطارق قال نفس كلامك بس أنا بقولك النهاردة كان لعب عالي جدا فين بأ النهاردة كان رائع أولا هو اللي عambل الاسست بتاع العدف كل كرات السابتة اللي يتعامل معها كان بيتعامل معها بشكل أولا رفع الكورنر يعني أصدق؟ آه طبعا كل الكرات السابتة اللي تعامل فيها شكلت خطورة وأدى أداء جيد عبدالله السعيد النهاردة كان كويس جدا بطيء بقى بطيء أوه معلاش بس النهاردة أداءه كان عالي النهاردة عبدالله السعيد كان يعني أنا حتى فجأت عبدالله السعيد بأداءه الكويس فجأت إن مستر كروش سحبه على فكرة كان خارج زعلان لا هو كان عالي ما كان زيزو أنا ونزل زيزو ما كانه بس كان زعلان بس هو كان أحشو الماتش الفات أقل الماتش ده أكتر يعني النهاردة أددله تمانية تمانية من عشر؟ آه طبعا من أعلى التقييمات؟ لأنه لأنه عامل الأسستو كان وتعامل مع جميع الكرات العرضية بشكل رائع كرات السابتة تمام بشكل رائع أنا أددله النهاردة تمانية بس الماتش الفات أددله خمسة بس خمسة بس آه تمام نروح ليه اللي بعد كده زيزو آه زيزو النهاردة ما يعني ما بلعبش مكانه آه ومختبة يعني عادي آه نهاردة ستة من عشر ستة من عشر الماتش اللي فات الماتشين اللي فات بتقييم شكل عام سبعة تمانية من عشر الاتنين آه طبعا نهاردة ستة من عشر بيحرك الفرق آه هنا العالة تمام نروح للبعض Lee كده مرموش آه مرموش يعني مش مقنع أنا أنا وجهة الثلاثة Windows آه أنا أتكلم عن المجمل المجمل أعماله مش مقنع آه أنا وجهة نظري لو رمضان صبح يخلي الفرصة دي هيكون اداؤه افضل. تمام. اه بشكل عامة اديله. اه انا عايز اقول حاجة ان عمر مرموش من لعبه قوي بدنيا. اه طبعا. قوي بدنيا. اه اوك. جدا يعني ما يلتحم. كرة المنية يعني اه. اه. ممكن لكن رمضان احرف طبعا. اه طبعا. اديله اديله في مجمل اعماله. اه. خمسة من عشر. خمسة من عشر. نروح لللي بعد كده. تريزيجي. اه لعب كبير جدا وانا بحبه جدا جدا جدا. ولعب هايل. بس الحقيقة خارج. الفورمة. الفورمة تماما. تماما. اه. بعيد عن فورمته. اه. فبالتالي بنظلمه لما بنزله كل شوية وفي اوقات بتبقى حارجة. فما بيقدر. مش قادر. مش قادر. تتخيل بقى ان التريزيجي. مش فورمة. في المطشات دي. تتخيل بقى التريزيجي في مطش دور الستاشر اللي هو نوكاوت الخروج المغلوم. اه طبعا. ده لازم بقى يكون فورمة الفورمة. طبعا. لان ده وافع الفرقة التانية والقوة البدنية والشراسة. هتوبى مختلفة. احنا كاب تنخلات داخلين على كأن بطولة تانية. يعني. الزبط. دور المجموعات ده بطولة ودي بطولة تانية. صحيح. فعايزة اللاعب الجاهز مية في المية. ما بديله تلاتة من عشر بكل اسف يعني. تلاتة من عشر. نروح للبعد كده. بس هو انا انا اللي بظلمه يعني انا اللي انا ظلمه. اه. هتقول يا جماعة صورة الوينش واتفضل. وفتوح هو. يلا. مروان حمدي مقدرش تقيمه. هو لعب اه. طب اسألك سؤال بقى. بس مقدرش تقيمه. طب اسألك سؤال. مروان حمدي في وشك اوه. مروان حمدي في بطولة العرب اتسلخ. ات ايه. اه. اتسلخ. طبعا. مع انه جاب جون. اه طبعا. كان جون التعادل في الاردن. اه اه. صح. وكان اداءه كويس. وكان بيجري. اه. وبيلعب كزا كرة بدماغه. وعمل اسست او اسستين لهدفين ومجوش. واحدة حسين فصل واحدة من مصطفى فاتحي. الشوطة اللي رجعت من الجن. صحيح. في قطر. ومصطفى فاتحي حطاه في ايد الجن تاني. صحيح. برشم. هم. تمام? هل مروان حمدي اداءه في بطولة العرب? اقل من مصطفى محمد او محمد الشريف او اي حد او ملاي عبو راس حرب انه في البطولة دي? هو اداءه اقل? اه? ولا اداءه احسن? لا 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 لا. مصطفى محمد النهاردة اثبت انه لا عالي. اه اه في الكور بالدماغ. مصطفى محمد عالي. اه اه. مصطفى محمد. هيبان بقى في المطشط التقيلة بقى. هيبان في المطشط. بس بس مصطفى محمد عالي. ايه بس مروان حمدي مش بال مش بالهجمة المرتدة اللي كانوا عاملينها عليه يعني. لا ما انا بتكلم بتكلم مصطفى محمد اداءه عالي. اه. رقم واحد. اه. رقم اتنين بعده. اه. مروان حمدي. مش محمد شريف? لا 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 مروان حمدي طبعا. طب ليه بقى? محمد شريف بيلعب جناح شوية. وما بيكمل يعني انه هداف الدوري هو راس حربة. بس بطريقة مختلفة. تمام. اربعة اتنين تلاتة واحد. على فكرة محمد شريف اساسا اساسا بيلعب جناح. اه طبعا. يعني هو اساسا كان جناح. طول عمره في ودي دجل. اه. اه. يعني هو بتحط دلوقتي في المتخف في مكانه المفروض الاساسي. اه. بس ما بيديش. او برضو يعني انا بعزوره لاني برضو بياخد فترات قليلة. يعني انت شايف. انت شايف. انت شايف النمرة واحد مصطفى محمد نمرة اتين مرون حمدي نمرة ثلاثة اه محمد شريف. اه. طيب. انت حصل النهاردة في المتخف. طيب بنروح لبعد كده. اه مصطفى محمد ديلو كام. خمسة من عشر قلتلي. اه اه مصطفى محمد النهاردة اه كان كويس. يعني. ستة مثلا. النهاردة سبعة. سبعة من عشر. اه. نهاردة اللي فاتت خمسة. المطش اللي فاتت خمسة. واللي قبليه. اللي قبليه ملايه بونجرايت. قبليه كان يعني. مطش ناجيري. اه قبليه كان يعني. اربعة كمان. يعني اربعة بالكثير يعني ما. تمام. نروح للسورة اللي قعد كده. الونش. الونش اداءه عالي طبعا. مطشين الاولانين. اه لكن عمل خطأ اه في مطش من المطشات. ادي له بشكل عام تماني من عشر. تمانية? اه طبعا. يعني اعلى من. الونش اعلى من حجازي. الونش بيشير حجازي. حجازي بطيء شوية. اه. لكن الونش اسرع وبينقد اكتر عالكورة. وبيعمل مجود اكتر عالكورة يعني. بيشتغل اكتر. اه. والتغطية العكسية بتاعته اعلى. طيب. عايز تقييمك بقى لبعض اللعيبة مش مصريين. تقييمك لأداء رياض محرز في البطولة دي. رياض محرز يعني ما ازهرش بمستوى الحقيقي في البطولة دي. اه. يعني رياض محرز احسن من جاب كتير جدا. تدي له كم? اه. هو منتخب الجزائر كله مطلخبط كده. اه يعني رياض تدي له كم في التلات مطشات? اه. او في المطشين. ستة من عشرة. ستة من عشرة? طب هسألك سؤال. بالرغم ان هو اللي عايز. هسألك سؤال. هو انتش معني يعني اما قلت ان صلاح فوق مستوى التقييم. وخليت رياض محرز مش فوق مستوى التقييم. ده بلعب مانشستر سيتي. لا لما 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 رياض محرز. ومدفق. اه يعني هو. لما يرشح. حمس صلاح فخر العرب. ورياض محرز برضو من 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 نجوم من نجوم من نجوم العرب. طبعا. طبعا. مش معنا ده قيمته ده موقع. طبعا. لا طبعا رياض محرز نجمه. انا بحب اداءه جدا. اه. انا بشجع مانشستر سيتي اساسا. لا والله. اه طبعا. اه. انا بشجع مانشستر. ايوه بس قيمته. بقى قيمته لان هو لما يوصل لمرتبة محمد صالح مش اقدر اقيمه. طبعا. طبعا. ستة من عشرة لأداءه في المطشين. اه. لأداء. ساديه من ايه? زيه. ستة من عشرة. ستة من عشرة برضو. على الاقل هو جاب ضرب الجزاء في مطش اه. يعني. زمبابوي. يعني اه. لكن عادي. مش هو ده. صح? اه. طبعا. اه. بغداد بنجاح. انا انا كمان. انا محبه قوي. اه. سبيبدل مع اسلام سليماني. اه. ما بيلعبش كتير. اه. لكن انا اعتقد ان لو اعتمدوا عليها هيبقى اداءه افضل. اه. بغداد بنجاح ده انا شايف انه يحترف الدورة الانجليزية. عالم علول. ياخد سبع من عشرة. عالم علول. اه منتخب تونس اداءه متباين يعني. هو لعب مطش وحش قدام مالي. ومطش حلو قدام موريتانيا. اه. وطبيعيا. موريتانيا الاداء يعني المنافسة قل. عشان كما ما تظهرش. اه. لكن علي معلول اصلا باكرا. باكليفت كويس جدا جدا جدا. مش هيلعب الفكرة عنده كورونا بكرة. طريبا مش هيلعب بكرة عنده كورونا. اه. 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 يعني بشكل عام خمسة من عشر. خمسة من عشر. اه. يعني لعب قدام منافسة ضعيف. فرحت بالمسلوسي والسيف الجزيري? الهدفين اللي جابوهم? شفتهم واتبسطت جدا لاداءهم في المنتخب التونسي وشاف ان اداءهم في المنتخب التونسي. افضل ان اداءهم في الزمالك كبير. طيب. اه. تقييمك ليه اه. سوفيان بوفال واشرف حكيمي. اللي جابو الجنين امبار. اشرف حكيمي. جاب جن يدرس. حاجة حاجة يعني بصراحة فاخرة. اه. 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 لعب كبير جدا وحاجة يعني بدأ يظهر مستواف البطولة. اه. واعتقد ان اللعب المجموعة دي هتبدأ تظهر يعني المختلف. هاتبين الكبار دول. اه. هنشوفهم في في المباراة الجاية بوضع مختلف. تفتكر ممكن شوف اشرف قريب ولا حاجة اشرف حكيمي في ماتش ولا حاجة. اه. يعني مؤكد. ولا شكلها كده هو بعيد خالص. لا اشرف حكيمي لعب كبير جدا جدا جدا. اه. والهدف اللي جابه ده انا شايف انه هيكون احسن هدف في البطولة. احلى هدف في البطولة. اجمل هدف في البطولة. اشرف حكيمي. اه. اه. يعني اه اساسا لعيب مقاتل وبدني عالي اوي. باكرايت اه بينقض وقوي وكده. وتحس ان هو عنده شخصية في الملعب وكده. اه. هدف عالمي اللي جابه. اه. جاب يعني. اه. فلا لا 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 لعيب كبير جدا جدا جدا. اه. اه. منتخب الجزارة اتمناله طبعا التوفيق اه. اه. ده لسه لسه انا توقع. اه. لسه لسه عملنا حاجة. اه. لسه لسه انا توقع. لكن. لكن. فيه لعيبة تانية اه. لفتت انتباهك. في البطولة. يعني فيه فيزنتي بوبكر مثلا ده هدف البطولة حتى الان. في ثلاث مطشات خمس تجوان. بصراحة لعيبك واسعوي. اه. يعني من اول لحظة. من اول لحظة لفت الانظار ان ده لعيب كبير. وان ده هيبقى مفاجئة البطولة. اعتقد ان هيكون هدف البطولة. طيب. نروح كده لتقييمك حتى الان للمدربين. نبتدي بكارلوس كيروش. كارلوس كيروش الحقيقة يعني حاجة يعني صعبة جدا. اه. بالرغم ان هو اسم علامي كبير. مدرب كنا فرحانين. يعني ان جي مصر و و و مدرب بالسيفيل كبيرة دي. يتولى تدريب منتخب مصر اكيد هيعمل حاجة يقلي بالدنيا. اه. واحنا عندنا فكرة عن المدربين والبرتغاليين انهم بيعملوا حاجة شغل كويس. اه. وتكتيكيا في الملعب بيعملوا شغل كويس. و و و كان عندنا فريرة و و و كلنا كنا مبسوطين بيه. و جزيه وكلنا كنا مبسوطين بيه. فبالتالي كنا فاكرين اني. ديني. ديني تقييمك. الراجل في الاخر مش شايف له اي بصمة. ديني تقييمك. اه. تلاتة من عشر. تلاتة من عشر. طيب احنا هنتكلم على اداء الفرق. اه. ما تقعدش تمجدلي في مدربين وتقليلي في مدربين وتجيبلي تاريخه القديم وتاريخه الجديد. انا عايز اداءهم الايام دي. تمام. في البطولة دي. تمام. تمام. طيب جمال بالماضي. مدرب الجزائر. تلاتة من عشر. تلاتة من عشر. اه. وحش جدا. عشان تعادلوا هزيمة. تمام. اه. اه. خليلو زيتش مدرب المغرب. اه. يعني ستة من عشر. كسب مطشين وتعادل معجبون. اه. يعني احسن منتخب تقريبا قد عربي حتى الان. اه. باداء مقنع. اه. المنتخب المغرب. امير عبدو الجزء الكمر. فاول مشاركة ليه. والله حاجة هيلة. وعملين بصراحة اداء رائع. اه. ومفاجآت غير عادية. اه. وحا. يعني ما توقعتش اداء الفرق الصغيرة دي. اه. يبقى بالشكل ده. اه. فرق البطولة دي اثبتت ان فرق المستوى الثالث والرابع. عاملين. عاملين اداء افضل. تدي له كام. تدي له كام. على حسب امكانيات فرقته. على حسب فوزه على. ادي له سبعة من عشر. سبعة من عشر. اه طبعا. طيب منزل كبير. مدرب المنتخب التونسي. هزيمة هزيمة من مالي. ثم فوز على موريتانيا. وبقرى مع جامبيا. وبيمر بظروف صعبة طبعا. اه. اللي هي اه. اصابة اللاعبين بكورونا. اصابة اللاعبين بكورونا. وكان ابيع كمان يوسف المساكني في البداية. لكن عايز اقول منتخب تونس حتى الان اداءه ما اخنعنيش. اداءه ما اخنعنيش. مش هو ده منتخب تونس. منتخب تونس المفروض يبقى اعلى من كاب كتير. مم. خصوصا فيه اسماء لعيبة على مستوى عادي جدا. مم. مفتقد فرجاني ساسي المنتخب? يعني انا عايز اقول كده بصراحة. فعلا? اه طبعا. طبعا. يعني فرجاني برضو. اه طبعا. ليه شكل كده. ليه لون مختلف. وبيعمل شكل الفرقة. اه. انا شايف انه المنتخب اه. كانش ينفع يستبعدوا يعني. هما استبعدوا ويعني ظلموا في البطولة العربية. اه. اتظلموا يعني. اه. ضغطوا عليه في البطولة العربية. وكان الهجوم عليه في تونس كبير جدا. اه. وهجموه كتير جدا. فالمدرب تقريبا تأثر ولا ايه. فاستبعدوا من المنتخب. اه. لا وجود فرجاني اعتقد كان يفرق. من وجهة نظر يعني. اه. منظر كوبرت ادي له كام. ادي له. ادي له خمسة من عشرة. لان هو المنافس اللي كسبه حتى الان. منافس. اه. مدرب اه. السنجال. برضو اه. 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 تلت تعادلات يعتبروا. ما هو كسب زنبابوي في الديه خمسة وعشرين بضرب الجزاء يعني. وموتشين بعد كده تعادل مع فرق. كان من المتوقع مجموعة. انها في المتناول. اه. اللي هي. اللي هي. اللي هي. بنتكلم على ملاوي. اه. طبع. وبنتكلم على غينيا. وبنتكلم على زنبابوي. اه. المفروض كنا متوقعين ان منتخب السنجال هيعمل طفرة. اه. وان هو المرشح رقم واحد. اه. هو الجزائر يعني. اه. فبالتالي منتخب السنجال هيقطع الدنيا وهيعمل اداء عالي جدا. اه. لكن فجئنا بان اداءهم الحقيقة بالقطعة ومخيب جدا. اه. اه. ما اقدرش يديه اكتر من اربعة من عشرة. طيب. لانه عنده لعيبة على مستوى عالي جدا. بس في النهاية الاداء. مين مين شايفه هو افضل مدرب في البطولة حتى الان. مش لازم يكون مسك فرقة كبيرة ومش لازم يكون على على قد الاسلحة اللي معاه وامكانيات اللي عيبة معاه عمل حاجة. والله انا مبسوط جدا بنفوه. اه. بتعجبون. اه. رابع عليك. يعني الحقيقة من المدربين اللي عملوا اداء كويس جدا. اه. بالرغم انه تضرب في مصر الناد الاسماعيين. لو عنده احسن اتنين لعيبة غيبين. اه. 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 طبعا. اه. طبعا. اه. 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 بس اداءهم عالي جدا وعملين اداء كويس جدا. يعني. ده شايف انه ده تديله كام ده. اه. اديله تمانية ونص من عشر. ده افضل مدرب. تمانية ونص من عشر. اه. ده افضل مدرب من نوجه الناظر. اه. طبعا. اه. طيب. نروح بقى ليه اه 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 التحكيم في البطولة دي. مين الحكم اللي لفت ناظرك. يعني فيه انا لسه سامى دلوقتي المصطفى غربال اه. راح كاس العلم للاندية يعني. من الحكام اللي هيحكمه في مشروط كاس العلم للاندية. بصراحة التحكيم سيء جدا في البطولة. سيء. اه طبعا. والتحكيم الافريقي ظهر في البطولة دي او كشف عن نفسه. حتى بالفر. اه طبعا. الحقيقة التحكيم سيء جدا جدا جدا. سيكازو هو اللي خلص عليهم. اه طبعا. ده يعني خلص عليهم بجدارة يعني. اه. لانه كان اداءه سيء جدا. احنا شفنا امين عمر وشفنا البنة. اه. عافية ما قدموا مباراة كويسة جدا. قدموا كويس. اه يعني ما عندهمش احطاء. الحكام المصريين ظهروا بشكل جيد. اه. يعني. جيد. بس بس شخصيتهم شخصيتهم ما ظهر يعني. ما حسيتش بشخصيتهم في الملعب. اه. لكن هما قدوا يعني عبر بالمباراة لبرى الامان. انا مش عايزوا عبر بالمباراة بتحس الساعات كده ان فيه حكام مغردين. يعني هتا بتتفرج على المطش في افريقيا تحس ان فيه حكام مغرد. او حكام عايز يخلص مطش لصالح فرقة. يعني تحس كده مش مش متطمن. تحس اه? انا شخصيا ببقى كل مطش قاعد خايف. اه. ممكن يعمل اي حاجة. اه. لأ الحكام الافارقة صعبين جدا. اه. وغيار دلوقتي ما شفتش حد حكم شخصيته وقويته وفرض شخصيته في الملعب كده. اه. حتى الامر. مش اه مصطفى غير بال ما بيعجبكش. لا 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 خالص. 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 رغم ان هو من حكام الاليت. المفروض اه يعني. اه حكام الصفو. يعني اه. انت عارف سي كازوي بعد كل الاخطاء اللي بيعملها دي. واخدينه من حكام الاليت من حكام الصفو. وفجأت ان حكم تاني يعني انا حتى بعض المصائب اللي عمالها كنتم تخيل. لا 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 ما حكمش. لا. كان كان فار. كان فار اه طبع. كان فار اه بعد قلب وضربة شمس? كان فار والله. ماتش انا قريب شفته فار. لا. اه. لا ده معدهمش دم بقى. ايوه. لا كان موجود. ده عنده وسطة جامد اوي. ايوه. ما انت بتقول له هوا. انت بتقول له من الاليت في القارة طب. اه. اه. ما في ايه التربية. شكل اه شكل سي كازوي عارف اسرارهم. فهم. ماسك عليهم حاجة. لا هو كوسة بس كوسة. لكن لكن مش شايف حاجة تحكيم مبهر يعني. ده على الاخر. البطولة مشاكلها اه ملاعب وتحكيم. طيب. عايز سألك سؤال بقى ايه راك في اه ماتش زمان الكوفاركم بارح. ويراك في التحكيم عمتا. ويراك في ضربة جزاء بتاعت اللي احتسبت على الاسماعيلي دي في الديار بعة وتسعين دي اللي هو اه. اه. اللي هو اه. اه. كان نازل يمسكها دي بعد كالا كالا كرة ضرب الجزاء. انا 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 مستغرب يعني حطها بالفار حسبها ازاي يعني كمان. اه. يعني حكم الملعب ممكن. لا انا عايز اقولك المحللين التحكيم كمان قالك ضرب الجزاء. لا طبعا احنا عندنا محللين التحكيم انا سمعت محللين التحكيم. اه. في في الاستوديوات التحكيمية قالوا كلام. اه. على ضربات جزاء. وفي حلقة كاملة مع احد الاعلامين المحترمين. اه. اه. اعدوا وتكلموا في نفس الموضعات هي هي. اه. 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 اقلوا اراء مختلفة. اتكلم جد والله والله. يعني هو على الهواء قال حاجة. وهو قاعد في حلقة مجمعة. الكلام مختلف عن اللي قاله هو. يعني. يعني حتى. ده. اه. على سبيل المثال. لا الحص. اه. ضربة جزاء الزمان في موراة الاهلي. اه. ضربة جزاء الزمان. اه. اه. حزبتلو. اه. اللي هو الهدف التالي. اه. اه. بتاعت اه. سيفي جزيري. اه. هما في الاستوديو التحليلي قالوا. اه. انها ضربة جزاء. تمام. لما رجعوا في الحلقة المجمعة لك. للا انا مش ضربة جزاء خالص. بجد والله العظيم. اه. تما انت شاف كرة اه الاهلي اسماعيلي ضربة جزاء? لا ده ده انا عايز اقول ليه ده? عايز اقول ان اللي بيقعد على في التكيف على الترابيزة مختلف تماما على اللي في الملعب يعني. جاوبني. ضربة جزاء بتاعت اه حسام حسن فماش الناشئين دي ومع الاسماعيلي دي. يعني واضحة انها مش ضربة جزاء اساسا يعني. اه. ده رأيت شوية. لا هو مش اخطط سيد عب حفيز فقط. اه. لكن كمان اه مسباني. الاثنين. اه. اعملوا ضغوطه على الحكم. اه. فكان فيه ضغوطه على الحكم. اه. فيعني. حتة المرعبة يعني. اه. اعملوا حتة مرعبة كده. اه. بس انا زالت اقوي من الحكم في اللي عمله ده. اه. يعني فعلا حاجة اتزعر. ويراك بقى في. وصولا ان هو ازميلي في الاهرام. والله العظيم. اه. ايه راك في اعادة ضربة الجزاء بقى مرتين مبارح دي. اه غريبة جدا. يعني التاني او المرة في حياتي اشوه. يعني انت عدت ضربة الجزاء. اه. عشان قانون. عشان قانون اه اه. بس كمان ما هو برضو هو 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 القانون اتغير في التاني اللي دخلو. اه. ما ايها هي رفعيتها تاني. اه. طب ايه راك بتاعت. ايه راك بتاعت مظالمية ومش المظلمية اللي بنتكلم فيها. اه. الحكام عندنا دايما بيفتكروا القانون عند الزمالك. اه صح. ما بيفتكرواش القانون مع الانديك التانية خالي. فاكا. يعني تطبيق القانون بحزة فيهو بيبقى عند الزمالك. فاك ايهيع ماتش بنا بزن ماتعادة الكورة برضو? اه ag comadet عشر بالجارقة. يعني حارس المرمى يصدها يروح يفتكر القانون. اه. لكن ما بيفتكرش القانون عند اي نادي تاني. اه. هو عند زيك. وماتش. وماتش الزمالك. اما 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 ابو جبل صدد ضرب الجزاء بتاعت محمد اه بتاعت اه علي معلول. اه. محمد شريف راح حطها. اه. فتعادت بقى. اه ما انا بقول لحضور. اه لازم. برغم انه كانت مفروض دي دي كارسة اصلا. اه. لكن اتكتب طبعا في التقرير حاجة تاني قادص. اه. غير اللي حصل. فعلا. اه طبعا. انت اللي يقول لك ايه ده. نقول لك ايه. مالك تحسيبه 16 ضرب الجزاء. فنقول لهم يا جماعة مش مهم 16 والعشرين. مهم تكون صحيحة ولا مصحيحة. اه بس. اه. فانباق. ما تحسبت بقى بتاعت ماتش الاسماعيلي دي اللي هو اه احمد عدعم منه منازل بيعمل كده بس. احمد عدعم بيعمل كده. فراح هو حط رجله. ورجله الشمال خبطت في رجل السابتة. بتاعت احمد عدعم منعم. يعني مش هنعاد مسلا مش هنكيلو مسلا هن. اولو. ده بيعمل كده. ف انا اللي منضحش جاديlag سير يا. اللي منضحش منه يا كابتن خالد. اعلام. انا منضحش من الاعلام. مفيش حد تتكلم? محدش تتكلم عليه يعني. مفيش ضغوط بقى. يعني انت فقش الناس بتكلم حتى اللي عايز تتكلم بتكلم باستحياء. انيابات وبدغوط. اه. يعني مفيش. مفيش بالفرانسي يعني. اعني مفيش ضغوط ساعت. لآ اللي بتكلم حتى اتكلم على استحياء. طب انت مكسوف ليه ما تقول الحكاية بالظبط ايه الموضوع. يا ضربة جزء اولا مش ضربة جزء. ما تقول اه. اقول كلمة حق يعني. حاجة بيقول. انا اللي بينافزني كمان. انا عندي صحابي هلووي بيكلموني. فبيقولي يا خالد ضربك يا تبطور. طب اديني اديني بس ايه. اديني فين الاعاقة. يعني يقولي الاعاقة حصلت فين بالظبط. مفيش. فين الاعاقة. يعني. يقولك حسام حسن لح الكورة. لح الكورة. طب ماشي لح الكورة. هو الولا هو. هو ما لح الكورة مسلا ايد. احمد عدل عمنا. جابت رجله ده ايده بيعمل كده. فهو لح الكورة. فرع خبط فيه وقع. يعني. اه لانه الفار ما انت بتراجع ما انت بتيجي عند كورة كورة الزماج بترجع انا بقولها الفار جاب محمد الحنفي وقال له ان فيه شك في ضرب الجزاء تمام وطلع المحللين قالك ضرب الجزاء بتاعت اوباما بقى بتاعت اوباما مش ضرب الجزاء في عين محمد الحنفي وبتاعت حسام حسن ضرب الجزاء يعني شوف اللي اتنين الاعاقة واضحة هنا مصر الزماج بيتكلم على المظلومية يعني حاجة غريبة او بيقلبوا الاية يعني حاجة انت بتقلب بتعكس الحقاية اللي ضرب الجزاء بتقول اولاما وفي الاخر بتكلم على المظلومية بيتكلموا على المظلومية مظلومية هي يا جماعة ده مظلوم ونص ده الزماج ده يعني اللي بيستحمله ده ما استحملهش جبال طيب توقعاتك ليه مصر ممكن تلعب مين ماتش اللي جاي وتتمنى ان انت تلعب مين احنا دلوقتي كنا بنقول مش عايزين نطلع تاني عشان ملعبش الجزائر كنا بنقول كده مش عايزين نطلع تاني عشان ملعبش الجزائر دلوقتي كده مش هلعب الجزائر لا كل شيء وارد ممكن لا 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 صعب اوي تطلع اولى صعب اوي ليه لو فازة 2-0 والبقينة وتعبهم يعني موضوع يعني في صعوبة يعني لكن ممكن ممكن تطلعها ممكن بنسبة ضئيلة يعني كل الحسابات وارده في المنوعات غينيا الاستوائية السيراليون ساحل العاج الجزائر عايزين لعب مين انت عايزين لعب مين غينيا الاستوائية غينيا الاستوائية من الاربعة ان شاء الله نلعب ان شاء الله يالتطلع غينيا الاستوائية كسبت الجزائر اه 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 وانت عندك مشاكل مع السودان ومشاكل مع غينيا بيساو يعني انت انت بتعتقد انها سهلة يعني؟ لا مش سهلة احنا قياس قياس سهلة قياس سهلة لكن هي مش سهلة طبعا لكن قياسا بباقية المجموعة يعني كودفور هتبقى منافذ صعب يعني غينيا الاستوائية سيرليون سحل العاج وجزائر أقوى بكتير من السودان ومن غينيا بيسو لا ما خلاص احنا عايزين ننسى المرحلة احنا دول ما تشين احنا كسبناها انسى المرحلة دي احنا بنتكلم في دول 16 مرحلة اقصائية يعني مباراة موت بطولة في حد ذاتها كل مباراة بطولة فما فيهاش هزار يعني اللعبة هيكون مختلف تماما مستوى الاداء هيكون مختلف تماما مش هينفع في المباراة الاقصائية ان اجامل دولة لاعب دخم لا اي حاجة بالمصطرة محسوبة فبالتالي المطشطة تبقى مختلفة تماما والمستوى هيبقى مختلف تماما وحتى اللي هيكون طالع تاني او طالع اول اداءه مش عشان هو طالع تاني ممكن يكون اداءه قال لي لا يعني حتى لو جزار ده طلع تاني تاني المجموعة الخمسة هيلعب مع ناجيريا ده ممكن يوصل النهائي ممكن كل شيء وارد اه كل شيء وارد فيعني اقصد الموضوع مختلف تماما في الادوار الاقصائية عشان كده احنا لازم اداءنا يختلف تماما في الفترة الجاية خلاص انسى المرحلة المجموعات وفكر بطريقة مختلفة حالة اوباما هتوالي كده قبل ما ننهي وعايزة ايه اللي انت شايفه في البطولة لعيبة مدربين تنظيم حراس مرمى يعني اي في حتة تانية ايه الحاجة اللي انت شايفها في حتة تانية حراس المرمى او افضل نفس البطولة طبعا حراس المرمى مميزين جدا جد دلوقتي في اكتر من حارس مرمى في اكتر من مكان مميز جدا يعني دول افضل افضل حاجة في البطولة حراس المرمى افضل من اللعيبة اه حتى في دورة المجموعات لكن لما نلعب ادوار الاخصائية الدنيا هتختلف تماما تماما استاذ عمر الدردية بشكرك شكرا اللي عبد دايما يعني بتشرف بيك وعايز اقول حاجة اخيرة الشناوي مش في حتة تانية طبعا عايز اقول لك يا رب ان شاء الله ان شاء الله الشناوي يبقى في حتة تانية وفي حتة تانية خالص في دورة الستاشر والتمانية ويكسبنا محمد الشناوي يا رب بإذن الله يا رب كسبنا بإذن الله وعايز اقول ان احنا مع بعض انا وانت يوم الاربع اللي جاي هيكون يوميها دور السبتاشر طب انا بمناسبة الشناوي يا كابتن انا شايف ان في الادوار الجاية من حق ابو جبل ان ياخد فرصة انت بتهزر اه والله يعني مش هيلعبه في دور المجموعات الكابتن عصام الحضري طالع بتصريحات واضحة قال لك ان كل الحراس اللي عندي هما رقم واحد ما عنديش واحد رقم واحد ورقم اتنين تمام تمام مش مهم الفرصة ده مهم اللي عندنا الحرس اللي يبقى كويس ان شاء الله سوز عمرو شكرك حديث شكرا شكرا لكل مشاهدين المحترمين بكرة جماعة هكون معاكم على الهواء مباشرة وبعدها هيكون معايا طبعا في حلقة مسجلة يعني بعدها بعد الانترو بتاعي هيكون معايا الكاتب الصحفي الكبير ورمز من رموز الاعلام الاستاذ مفيد فوزي الزمالكاوي بكرة معايا في حلقة خاصة جدا تصبحوا على الف خير